أنا استثماراتي كلها تصدير لا يقل عن مئة زيارة سؤالك حرج خبرتي 23 سنة اللي عندي أنف في الانتشار وفي الأسواق والله هاي سؤال فيها محاضرة ثلاث ساعة دخلنا السوق البرازيل دخلنا السوق الارجنتين سوث امريكا بديته أبغى حطلي مصنع في المكسيك يخدم شمال أمريكا وجنوب أمريكا كون انترناشنل من أول يوم هذا درس ما أنساه قلت له والله ما قادرين بيع بخلال تقريبا ستين يوم احنا كنا نصنع في مصر يعني أنا ما برضه بأقل من عشر مليون دولار البنك دايما يعطيك الفلوس لما أنت ما تحتاجه تروح لأنت ماحتاج الفلوس تقول لك أوه أنت وضعك تعبان كلامك صح بس اليوم تشوف هالعائلة 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 كلها تفككت بعد ما نفهم دراح هلا ومرحبا بمتابعين بودكاست مدرسة الاستثمار معاكم أخوكم منصور الدرعي قابلنا الليلة ضيف من البحرين وهو محمد العالي محمد العالي من عائلة معروفة في البحرين وعنده نشاط تجاري متنوع بداية من مصنع مياه إلى دلة إسبرسو وإلى عدة خطوط إنتاج حول العالم محمد عنده تجربة ممتازة في خط الإنتاج والتصنيع وسكيل البزنس اللي هو التوسع في الأسواق المحلية والعالمية كذلك شاركنا تجربتها في جمعية رواد الأعمال قصة ملهمة بالنسبة لي من أفضل القصص اللي تنقل بزنس من محطة إلى محطة تفاجأتني لما قلت أن بيبان لايف أنا ما كنت تعرف هالمعلومة لا تصويرها لايف لا تصويرها لايف لا 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 يصل للجمهور لا لا يصل للجمهور بس تصويرها لايف أوكي بأعطيك تهمت تهمت عن شو قصدك لايف بأعطيك أن ما فيه محمد يستثمت يعني الأنترينور يأتي لا يدري من اللي رح يستثمت شركته موش معلوم ما فيه محمد يصير الاستثمار يعني أنت اليوم يعني عارف في البيزنس بلان صفحة واحدة كاتب وكاتب والرأس المال اللي يحتاجه والنسبة اللي هو يبغي يبيعها أنت في البرامج تفاوضى على المبلغ على النسبة على الفلويشن على كل شي ما هو أنا أقعد معاه لحالي قبل البرامج بشهر وأقول له والله أنا ودي أستثمر وودي الفلويشن اكس واي هذا يسوي البرنامج مش عفوي صح يسوي مش لايف صح أنا لما أتكلم لايف هذي أول مرة تقعد معاهم أول مرة يشوفني الأنترينور اللي هو رائد العمل ييجي أول مرة يشوف محمد العالي طبعا أنا ليش قلت لك شوي فيه conflict of interest أنا مدرب نص الأنترينورز على البتش ديك أيها فأنا منتر ليش أنا في المنظمة أنا منتر بعد في المنظمة يعني البحرينين كلما اللي كانوا موجودين كنت أحرص أن يطلعوا بمستوى جدا عالي ليش يمثلوا البحرين يمثلوا الخليج وتعرف يعني موقع البحرين من الخليج من الإعراب بلد صغيرة فيها مليون نسمة أنا مش سعودية ثاثين أو الإمارات ثماني مليون ستمائة ألف بحريني فعلى التعداد سكننا وفيس للمشاريع ما راح تكون مايكروسوفت وأمازون راح تكون بسيطة صح بس حتى هذا البسيط لازم يعني المشاهد يقول واو كان presentation ممتاز كان أجوبت على الأسئلة ممتازة فأنا كنت أدربهم إن أنا لو كنت موجود في البانيل شون راح أسأل عشان نكون جاهز كيف التدريب مزير محمد يبدأ مثلا من مرحلة مبكرة بوت كامب ثلاث لأربع شهور ريجينال يعني السنة بيبان موسم الثالث بحرين الإمارات السعودية مصر وعمان خمس دول في كل دولة صار فيها بوت كامب يعني في سيلكشن للبزنزز وفي تريننج ليوم الشو هذا التريننج يدربوهم في الفايننس في الماركتينج في البيتش ديك في كل شي هول ثري سيكستي يعني الشركة هو ما يجي الأنترپنور اللي عارف بالضبط شنو يحتاج فهذا البوت كامب هو الإعداد للبرنامج وإنت ما تكون موجود في هذا لا ما كن موجود أوكي في عندك فريق عمل يشتغل على تابع لبيبان هذا الفريق تابع لبيبان لشو يختلف برامج بباع عن برامج الثاني أنه يعد الأنترپنور للحظة الاستثمار أوكي أنا ما عندي الطلاع بصراحة كبير على باقي البرامج كيف يحضرون يعني مثلا اطلعت مؤخرا على شارك تانك تبين لأنه ما يقدرون يفاوضون في المبلغ مطلوب عليهم مثلا أوكي يفاوض في النسبة لكن المبلغ لا احنا لنسبة المبلغ لاستثمار كل شي الغرض هناك من المبلغ يقولك أنه مثلا رايد الأعمال أو صاحب المشروع يريد المبلغ لغرض معين أني ببني مصنع بسوي كذا بسوي خط انتاج فمفاوضتك للمبلغ يمكن تأثر في مشروعه صحيح بس احنا شميزة برامج بيبان اللي ناس ما تعرفه أن بيبان هي منصة تمويل جماعي انت لما تدخل البرامج تحصل مثلا أنت طالب عشرين بالمئة من مليون دولار أوكي هاللي أنت حصلت عشرة بالمئة من المليون دولار اللي انت تدخل العشرة الثانية تقدر تدخل للمنصة وخلال عرض البرنامج الناس تستثمر في سيزن 2 اللي هو الموسم الثاني علي العلي اللي جبت لك اسمه صديقي هو شاف البرنامج تلفزيونيا في الإمارات عجب المشروع كلمني على الإنستغرام طرت من البحرين لبوظبي استثمر في المنصة وأنا قاعد دخل بياناته اشترى الأسهم للمشروع كلها لمشروع تقدم في البرنامج بس ما حصل التمويل كله حصل تقريبا 60% من اللي كانوا مستثمرين فيه؟ أنا وصندوق الأمل وسهيل لك صيبي ثلاثة صندوق الأمل يستثمر دائما معاكم بـ 50% ولا كيف نظامه؟ لا صندوق الأمل ما يستثمر إلا إذا معه هو يسموني القطاع الخاص قصدي؟ القطاع الخاص قصدي؟ لا يستثمر لحاله هو صندوق الأمل أنشئ أن يستثمر في الشركات الصغيرة ونمتوسطة مع القطاع الخاص فأحنا في البرنامج أحنا نقود النسبة نقود كقطاع خاص أوكي يعني أي واحد فيكم أنتو كمستثمرين إذا شارك صندوق الأمل مستعد أن يشارك معاه بنسبة 50%؟ ما هي محددة النسبة ما في تحديد للنسب بس عادة تروح بالتساوي يعني أي استثمار صندوق الأمل يحب يكون متساوي مع القطاع الخاص يعني مثلاً الرائد العمل بقى 10% وأربعة مستثمرين كل واحد بيدخل بـ 2.5% صندوق الأمل تدخل 2.5% أوكي ففكرت البرنامج أغين أنها عادي يصير الاستثمار مثلاً على نصف المبلغ والنصف الثاني البرنامج يكون كأنه دعاية للمشروع هذا دعاية للمشروع يدخل مناصة تمويل جمع بس في مشاريع يعني في الموسم الثالث ما احتاج في البرنامج حصل كل التمويل ليه محتاج ومش التمويل بس الاستثمار واليقود العملية هذه عملية التفاوضات والديلز بيبان القطاع الخاص القطاع الخاص اللي هو أنتو المستثمرين المستثمرين هو اللي يمثل صندوق الأمل وزير عيمن المؤيد يكون واحد من الباناليست من الموجودين معانا فأحنا قطاع خاص ثلاثة أو أربعة ويكون للوزير واحد منهم أعتقد الباكراوند ما لها محامام ممكن صح؟ صح الوزير باكراوند ما لها محامام بس هو تشيرمن صندوق الأمل أوكي فهو يمثل صندوق الأمل في البرنامج والسنة شو المفاجآت؟ بنعرض في شهر يناير إن شاء الله في شهر يناير اللي مثل ما قلت اللي اختلف السنة عن السنوات السابقة إن البرنامج صار يعني إقليمي شرق الأوسط وليس الخليج صح الشركات اللي جدت السنة من البحرين الإمارات السعودية وعمان بس مصر موجودة ففي استثمارات مصر وفي شركات استثمار فيها من مصر فهذا يعطي زخم للبرامج نزين بس وي مقارنات بينكم وبين شارك تانك اللي أنا تابعت لهم أنا شفت الشاركس اللي هناك سووا مقابلة فلقت من وراهم صحيح اللي شفته أن هناك عندهم ما في مثلاً في سي الفي سي تواجده بشكله شخصي إذا حد مثلاً به لازم يستثمر هو روحه مض أنه مثلاً صندوق أرجع لازم الاستثمار يكون لحظتها أنتو هالشي هذا موجود عندك هذا هو أحنا لحظتها الاستثمار يكون بس كيف يتم التنسيق إذا كان مثلاً واحد يمثل مثلاً في سي هل معناته هو صاحب القرار؟ هو صاحب القرار هو قبل لا ندخل برنامج نوقع ورقة فيها التزام أن أي شيء أنا ألتزم فيه من أوفر أو من أي يعني يعني التزام أنا عطيته لرائد العمل أنا لازم ألتزم فيه كتابياً وقع فيه أنت داق البرنامج أنت مخول إذا داش باسمك الشخصي أو عن الـ VC أنت مخول عن الـ VC كم نسبة رضاك من عشرة على البرنامج؟ والله أنا عندي أنا قلت لك أنا عندي عشرة من عشرة لأنه من ضمن اللي عندي التيم اللي في البرنامج إذا كان عشرة من عشرة كيف بيتم التطوير حق الموسم الثالث والرابع؟ أقول لك بيبان ليش شارك تانك أمريكا هو صار رقم واحد؟ ليش مو بيبان؟ ليش ما عندنا برنامج يصير رقم واحد على العالم؟ إحنا ما نطمح برنامج بيبان نكون بس للخليجة والشرق الأوسط ليش ما أروح دولي؟ وشو الفرق؟ يعني هو لأنه هما بدوا في البداية شارك تانك ودخلوا مستثمرين لامعين وتعرف أمريكا كلها التسويق ليش ما أحنا عندنا التسويق؟ ومثال على ذلك اليوم السعودية شنو قال محمد بن سلمان في التلفزيون؟ أنا راح أخلي في السعودية تصير أوروبا ليش؟ لأن احنا دائما عندنا يعني المثال يعني الغربي الغربي أوروبا فقال لك إحنا ليش كعرب أو يعني في المنطقة أيجيا عندنا أوروبا مثال ليش ما تصير السعودية هي المثال؟ وقاعد ينفت عندك كاس العالم عندك الإكسبو طبيبان نفس الشي ليش البرامج ليش مختصر على مثل ما قلت لك الموسم الأول كان على استثمارات في البحرين الموسم الثاني استثمارات خليجية ويعني وبزنزات من البحرين الموسم الثالث لا عربي أكبر عربي أكبر وضم مصر مصر فيه 120 مليون نسمة اليوم متابعي من مصر إذا دخلوا كفيورز راح يعطي للبرامج فيورز أكبر من اللي احنا موجود عندنا في السابق من سيزن 2 سيزن حلو نزيل محمد نرد على موضوع اللي هو فترة التحضير يتم تحضير رواد الأعمال ثلاثة أربعة شهور صح عشان يكون جاهز ويقدم هل تتم عملية دو ديليجنس قبل عرضهم التقديمي في البرنامج من قبل مثلا شركات ثيرت بارتي أو من قبلكم أو كيف تتم العملية كيف أنا أضمن أن هذا الشخص الأرقام اللي يذكرها تكون صحيحة هو في شقين للبرنامج pre qualification و post qualification في ال pre qualification طبعا ما قبل شي صير البرنامج عمل شراكات في الإمارات مثلا خليفة فند في الكويت مع زين أظن عنده في كل دولة شراكة مع منظمة مع هاي المنظمة يعملوا pre screening و pre qualification للشركات اللي eligible مثلا في البحرين قدمت 20 شركة من 20 شركة نزلوا ل 50 في البوت كامب نزلون من 50 إلى حتى 5 و 6 شركات بسهل لتدخل البرنامج ففي هذا الفترة في البوت كامب الموديول تبع accounting و finance يا البزنس يكون idea stage أو بزنس يكون ongoing بمعنى في أرقام في أرقام إذا كان لأرقام لازم تكون audited لازم تكون فيها يعني due diligence pre إذا تكون idea stage يصير فيه post investment يعني qualification عليه فمثلا يعني أنا في season 3 عندي بزنس استثمرت فيه ما أبقى أذكر أنا أحب المشاهدين يشوف على الأغلب من حلقة بتنزل يمكن بعد في جنيور إن شاء الله نازل في يناير استثمرت فيه هي idea stage بس فكرة بس فكرة بس بس أنا عارف الفكرة موجودة بأوروبا ناجحة جدا هي في عادة التدوير تعرف إحنا في المنطقة ما عدنا يعني عادة التدوير تحدي كبير فيه نعم فأنا يعني شفت إن هي فرصة وراءة عمل طموح جامعي فحبيت الفكرة وحبيت راجع لعمل استثمرت ما كان يعني كان جدا عفو عفو الاستثمار صادفت محمد ناس تعطيك مرقام وتبين بعدين إنها غلط مما سبب لتراجع على الاستثمار صار كثير شوية لا قليل لأن احنا في البرنامج في بري سكرينين قوي بس يصير إنه مثلا تعرف البرنامج يصور في شهر تسعة عشرة تكون في سنة مالية فيكون عنده توقع يجي سك السنة في شهر 12 توقعات تختلف عن الأكتول فإنت مستثمر فيك إذا تشوف الأرقام يعني تغير رائعك تغير يمكن تغير رائعك ولك الحق يعني هو تغير رائعك يعني ما أقول لك حصلت بس وارد تحصل إن يكون في البيزنس اختلاف بين اللي كان ذكر في البرنامج واللي صار بعد البرنامج بس أنا أقول لك وين صارت مشاكل مش بالأرقام في بعض البيزنس يعني رائد العمل ما صرح إنه هو يعني في الشو ما ذكر للمستثمرين إنه أنا عندي شغل ثاني جال البرنامج إنه أنا رائد العمل وهي المشروع وعطاك طابع إنه اللي ماسك الشغل بالكامل بالضبط بعدين يوم عملوا قال لهم لا أنا وكثير من المستثمرين إذا رائد العمل مش مية بالمية على البرنامج بالذات إذا يخافوا يستثمروا فيه مزين هالشي هذا ما تحس إنه يهز ثقة الناس في البرنامج نفسه إنه يقول لك يا أخي تستثمروا وهذا وبعدين يردون معناتها معناتها التشريك ما كان صح أو عرفت صحيح بس قلت لك هي نسبة واحد من واحد بالمية ولا شي ولا شي طبيعي طبيعي صارت في بزنز واحد بس وأنا أذكرها لأن أنا سألت عن البيزنز وين رايح قالوا لي لا المستثمرين اكتشفوا في الـ أن الانتربنور مش فلتان بس هذا بزنز واحد من خمسين بزنز كان موجود في البرنامات انزين بعد من باب الفضول فيه أنا أعرف اليوم يوم الحين مثلا إذا أنت بتستثمر مثلا في شركة فيه أكيد بتكون بعد الأرقام مثلا بعد التفاهم خلنا نقول اللحظة اللي صار مثلا في الشو أكيد فيه تفاصيل فنية وشروط بينك مثلا أو حتى يمكن من صاحب المشروع كل واحد يشرط على الثاني مثلا شروط الشروط هذه إلى أي حد الواحد يقدر يتراجع عنها لأن أنا خلاص أنا استثمرت بناء على أرقام معينة ممكن بعدين مات وما يصير تفاهم صحيح هو وارد هالموضوع بس في خطوط يعني يرسمها رائد العمل في لما هو قاعد يقول أنا أحتاج هذا المال وأحتاج هالمساعدة ويكون جدا واضح في طرحها للمشروع وهو كل ما يكون واضح عن احتياجاته من المستثمر كل ما هالخلافات تكون جدا يعني بسيطة بس واردة واردة يعني أنت يصير يجيك رائد عمل ويخليك تستثمر وبعد الاستثمار ما يكون يعني شفت أنا مو من البرنامج بس شفت بزنزات هو هواية عنده وليس يعني هو حاب البيزنز كهواية ما يرى أنه مساعد عن المال اللي هو خداه والبيزنز لا أنا أحب شركتي وأحب أحد يستثمر فيها وأحب أطلع في اليوتيوب وأحب أتكلم أني عندي بزنز وأحب تقول لهم ترى المستثمرين يبقوا بوتم لاين يبقوا بروفت نهاية بلوس بلوس فأنت ما يصر تدخل وتعطن طباع أن أنت رائد عمل وأن أنت بتشتغل وفي النهاية تبيع كلام بس وهذا اللي يعني كمستثمرين نحنا ما نحب زيادة في الماركتينج وآخر اليوم يعني بفلوس مستثمرين هيا ما حدا عامل المستثمرين مثل ما تعامل لفسك يعني لو أحد أخذ معندك فلوس وينها بتبه بحض أنا أشوف في الشراكات مثل ما فيه تيرمز للدخول المفروض أنها من البداية حاطين تيرمز للخروج للتخارج سواء أن يطلع المستثمر أو يطلع صاحب المشروع بشكل واضح عشان يقلل الخلافات ويقرب أكثر من التوقعات بصراحة شوف أنا من اللي أدرب رواد العمان أحنا الأكزيت ما ما وصلنا له يعني إذا ترجع في آخر خمس سنوات اللي صاروا أكزيت كريم طلبات لما أقول أكزيت post investment دايماً رواد العمان لم ييجوا في البودكامب يقول لي إيه بس أنا برائد العمل المستثمر لسنتين ثلاث وأروح راوند يعني أنت لما تبدي في البزنس في طفرة اقتصادية غير لما تيجي في ريسيشنل نحن نعتبر اقتصاد العالمي كله داخل في ريسيشنل أنت باني خطة ما صار او صار او صار مش المتوقع ما في تراكشن لراوند تو شو تعمل فما يصر أنا في نظري دائما أنا أقول لهم لا تبني على اكزيت تبني أن أنت أخذ المستثمر معاك في جيرني صار اكزيت ممتاز أنت تكون يعني يونيكورن شركة وصلت لليبل أن قاعدة تحصل تراكشن أن الناس تستثمر فيها راون 2 راون 3 بس لا تبني البزنس أن تاخذ مستثمر والله أنا أحتاجه سنة سنتين ومو سلم صح شريك شريك لا أنا أمانة كنت أقصد مش الأكزيت اللي هو الأكزيت البوزيتف هذا أنك تبيع وهذا أنا كنت أقصد الأكزيت اللي هو عدم التفاهم ياخي دامني أنا ما تفاهمت أو المستثمر ما تفاهم والردي يحطين تخيل بسيط كيف أنا أو المستثمر ينسحب ممكن بدال مثلا الاستثمارات حطها بشكل جزئي مش مثلا عرفت هو يصير إذا دخلت أنا واستثمر في شركة وأبغى أن نسحب أبدل من الاستثمار إلى قرر وأسحب فلوسي على مدى سنة سنتين يكون ما دهورت رائد العمل يكون عنده هو وقت يجيب له مستثمر ثاني بس في نفس الوقت عملت لي طريقة أكزيت ما قعت إذا فيه خلال يعني أنا أرى دائما لما أشوف رواد أعمال يقول لي والله أنا دخلت مع مستثمرين ومو مرتاح معهم أقول لي أشوف لك مستثمرين ثانيا أو من الانترنال الكاشفلو عندك في الشركة حاول تدفع عليهم باله ويطلعون علشان تطلع بالتراضي كم شركة نعرضتلك وفي كم شركة استثمرت تقريبا أنا اللي نعرض عليه في السنة دايقل عن خمسين استثمار ويأفاليويت شركة لشركتين شهريا يعني شركة لشركتين لثلاث شهريا يعني أنا عندي مدير المالي كل شهر بعطي one two three opportunities بس أنا عندي بانديت كمحمد العالي من عائلتين استثمر بفلوس وفلوس عائلتي one to two businesses سنويا لا أكثر بحكم أن في باندوث يعني إشو عندي أنا في الاستثمار كيف لأن أنا استثماراتي شون استثمر أدخل في الشركة وساعات أحاول أعين نفسي مدير عام إذا إذا ممكن أو أساعد رائد العمل كدراع اليمين ليش أنا باكراوند مالي صناعي في الألمنيوم دخلت في الماء تعلمت فيه دخلت في القهوة تعلمت فيه شون تعلمت فيهم عينت نفسي مدير عام أو مساعد مدير عام دخلت يعني كمستثمر معهم دخلت من مستثمر وصرت ليش لأن أنا ما ودي أقعد اجتمع مجزي دارة وأكون من الناس اللي حطوا فلوس بس هذا ما أقرب للفينتشر بيلدر أكثر من كونك صحيح لكن أنا عندي هاي الأبروش ليش شخصيا منها أتعلم الاندستري ومنها يصير عندي ويد سبكترم من النوليج لأن أنت لما تطالع البزنس من البورد غلما تطالعه من عند المدير العام والموظفين اللي في الشركة وأنا من حسن حظ أنني بديت الكرير يعني في مجموعة الشركات اللي عندنا كموظف مبيعات للبحرين أصعب وظيفة هذه وبعدين ترقيت إلى مدير مبيعات مدير مبيعات مساعد مدير عام مساعد مدير عام فأنا شفت اللي يشوف البزنس توب داون غير اللي يشوف داون توب وعندك نظرة موظف فهي الأبروش كثير ساعدني في استثماراتي أنه لما أدخل أعرف بالضبط البزنس شنو يحتاج لأنه أنا قاعدت مع الموظفين شفت نظرة البوتم أب للشركة شنو تحتاج شنو الأسواق ما قدر أعملها في ثلاث أربع شركة ما قدر أوزع وقتي غير استثماراتي اللي موجودة فأنا مثلا لما دخلت في مشروع تعبيت المياه أنا مدير عام سنتين لأنه راح فيز وان ندخل السوق فيز تو توسعه وإحنا اليوم نعتبر أكبر مصدر مياه في البحرين بعدين يوم دخلت في القهوة نفس الشي تعينت مدير عام ولمدة سنة أنا ندير الشركة مدير عام أبقى أوقف شوية عند مصنع المياه اسمها ثمان أكواب ولا ثمان لا المصع اسمها ITC بس الماي اسمها أكويت أكويت عذاري هو بعد عندنا براند ثاني اسمه عذاري هي ممكن إنزين محمد عندي فضول كيف تتم تصاريح اللي هي مصانع المياه لأن أتوقع أن هذه أشياء المفروضة تكون السلطة عند الحكومة لأنها كونها جزء من الأمن الغذائي صحيح هو مشروع حساس المياه شحيحة عندنا وفي نفس الوقت نستورد كثير مياه في دول الخليج تصاريح تعطشتنا تأخذ شوية وقت بس مش صعبة بالذات عندنا في البحرين الوزارات الصحة وزارة التجارة كثير متساعدين ولأن مياه يعتبر من الأمن الغذائي الدولة بتحث على الاستثمار في هالمجال فعندنا الوزارات كثير متساعدين يعني أنا تصريح المصنع ما أخذ من عندي ثلاث سابع أوكي بين بديت لما بديت انتاج شهر بالكثير سبوعين لما طلعت السجل وسبوعين لما خلصت تصريح وزارة البيئة وزارة الصحة ووزارة التجارة تعرف أنا عندي الخدمة الوطنية كانت في مصنع المياه فشفت خط الانتاج كامل عندي شوية الطلاع يعني في الماء انتو عندكم المياه الجوفية ولا من بحر محلة مياه جوفية عندكم مياه جوفية عندنا مياه جوفية بس قليلة فعدنا رو لأن المياه الجوفية اللي في البحرين أكثرها يعني جفة فاليوم إذا عندك ماء جوفي قاعد تأخذ خليط من ماء جوفي مع البحر مو نظامنا البحرين سابقا كان فيها كثير مياه جوفية بس مع الوقت تجف مع الوقت يعني إذا ما عندك مطر يجيك ما عندك يعني الآبار استنزفت أحسن يعني أعطيك بتصور أداق استنزفت الآبار الموجودة لأن عندنا كثير تقريبا 12 مصنع مي فأحنا تقريبا من أكبر مصانع المي في البحرين حلو فأنت مثل ما قلت أن عندكم جوفية وش اسمه وعندنا بركشوات اللي هو من البحر في مصنعين أو ثلاثة موجودين على البحر يسحبوا ماء البحر أتوقع الطعام في النهاية بيكون نفس الشي لأنهم كلهم يتبخرون صحيح هو البروست واحد أنت تأخذ ماء تسحب كل المنرال اللي فيه تعمله فهي في تعمل تركيبتك أو خلطتك الخاصة في المحل التصدير عندكم أكبر ولا محلي 70% أو 80% تصدير أنا استثماراتي كلها تصدير ما أحب أستثمر في أي شي يعني لا قاعدة جغرافية تخص البلد اللي المصنع يكون موجود فيه وين صدر لأي دول 42 دولة في العالم عندي 162 زبون أكبر دولة أكبر دولة الحين صدر لها أمريكا أمريكا هي تعتبر أكبر سوق في العالم شراء أفكر يوم تقول أمريكا البعد ويمكن اللوجستيك أغلى صحيح البعد واللوجستيك لذلك من سنتين حطيتلي مصنع ألمنيوم في مصر عندي مصنع ألمنيوم في الهند وقاعد أفكر أحطي مصنع في تايلند والمكسيك ليش كوفيد فترة الكورونا راوتنا الدسروبشن في السابلاي تشين رهيب يقدر يكسر شركة صحيح واليوم بعض الدول النامية عند مشاكل عملة وصار فيه سابلاي تشين دسروبشن فأنت كيف تقدر يعني تتفادى كل هالمشاكل أن بعض الدول اللي هي تمثل نسبة مبيعات كبيرة من المصانع اللي موجودة عندي في الخليج لازم تطلع بره البحرين وتكون في الدولة نفسها تكون في الدولة نفسها زي مصر وقفت استيراد البضايع من أي دولة قالت لكل التجار لازم تصنعه في مصر فمصر تقريبا ثمانية بالمئة مبيعاتنا كمجموعة رقم كبير 1.5 مليون دولار من تصديرنا فلا ارتهيت أن أحط مصنع في مصر نفس الشي الهند تقريبا مليونين دولار مبيعاتنا فيها والنافس المحلي والنافس بضايع مستوردة من الصين وانا عندي خبرة في الهند 20 سنة قلت ليش اليوم أبل رايح الهند ليش أنا مر فاخدت القرار السنة نروح نصنع ضحكت على موضوع المكينة اللي فككتوها شو قصة هذه المكينة اللي في المكينة البلجيكية أظن أنا في الألمانيا هي خبرتي تقريبا 15 سنة عندي مكين دايما من أوروبا من ألمانيا طبعا أنا هالمصنع كان بدنا الوالد أنا جيت اشتلمتها بعد 20 سنة في 2001 فلما كنتها حاولة توسع المنفاكتور اللي عنده المكين اللي عندنا تبلس أو تقدر تقول الرينج من هالمكين ما يشتغل فيه شارتهم مجموعة وصاروا ما يصنعون هالمكين رح تلف المعارضة شوف شركات كلهم ينقوا عن تصنيع المكين هاي لأنا تعرف أنت اليوم ما فيك تروح تصنع مكينة لمصنع في البحرين حاب عشر مكين تبغى مية ميتين ثلاثمية فكان جدا صعب أقنع أي شركة تصنع لها المكين فأنا عندي مهندسين وعندي خبرة في التصنيع فرحنا يعني على تقريبا سنتين أو ثلاث نحاول نطور أورون مكينتنا لحال فخذيت لي مكينة من بلجيكا دربت عليها تقريبا سنة مع مهندسيني لما وصلنا لثمانين تسعين بالمئة يعني من إنتاجها اللي يعني اللي يعتبر في الـ قواليتي اكسبتد صرنا نشتري منها زيادة ونعمل لها كونفرجن فليش القصة ملهمة أنه ما فيش مستحيل أنت إذا عندك مصنع عب تتوسع وما لقي يعني حل لا أنت فيك تصنع الحل حال وهل اللي سويت أنا لكونا أنا في المكينة هاي اللي خبطت بين البابريكيت وبين الألمنيوم لا هذه نسج ألمنيوم هي مكينة نسج ثياب بس الثياب تختلف عن المتل احنا ننسج فلاتر فالمتل ويفينج المكينة تحتاج تكون رجد أكثر تحتاج تكون أقوى تحتاج يعني البارتس اللي فيها تكون تواقب المتل غير لما تكون لفابريك فهاي هو الكونفرجن اللي صار اللي اليوم اللي ما نفاكتر رجينا من بلجيكا يقول ما شاء الله احنا كمصنع فقورين لنا مكاين عندكم انتو عملتولها كمفرجن صنع منتج احنا لو يجينا أحد يعني اليوم لو يجي أي زاير اقول لها المكينة من بلجيكا لو روح للشركة لأم يقول لها انت روح لمحمد احنا ما عاد هالمكينة هي مو في الكتلوج يقول لك كيف يقول لك هو صنع هالأحال زين أبا عرف محمد سياستكم في الأسواق مثلا في السوق المصري الهندي هل هي معتمدة على انكم انتو تفتحون المصنع وتكونون انتو الملاك ولا تبحثون عن شركة في نفس القطاع وتشاركونهم شركة في نفس القطاع يعني في مصر كان شريكي اللي هو موزع اللي عندي طبعا ليش تسألني يعني ليش يعني في الهند نفس الشي موزع انت لما تروح أي بلد تحتاج ابن البلد هو اللي عارف بالبلد قوانين البلد انت لما تيجي من البحرين انت كمستثمر في هالبلدان جدا صعب فتح حساب وزارات انت سألتني عن البحرين هل كان سهل تصيع رخصة في مصر يعني سجلها يخذ له ستة شهور تعقيدات ملاوة نفس الشي الهند فتح حساب في الهند كمستثمر يحتاج له سوفت كود من بنك في البحرين معلومات شخصية اسمي عنواني بطاقتي الهوية هاي بنك لازم يرسلها لبنك في الهند عشان يعمل هذا أنا اللي يباقف الفلوس ففيه تعقيدات فاحنا نروح بالpartnership model بس طبعا ناخذ المجوريتي نعطي نسب 20-30% للي بيدخل معنا وفيه سينارجي ليش العلاقة موجودة من 20 سنة من 30 سنة من 40 سنة ففيه openness يعني فيه مفتاح بيننا وبين الشركة اللي راحين نشتغل معها بس انوها وعدنا المكان من عدنا الإدارة المصع عدنا احنا نعطي إدارة التسويق والبيع للموزع فيصير وين وين هم هم وردي في البزنس ويشتغلوا في المجال واحنا اكسبرتيز في التصني فكل واحد ياخد مجاله وتصير الشراكة ناجحة الرد محمد على الماي هل في فرصة أن شركات يديد تدخل السوق الماي ولا تحس صعب والله السوق في كل بلد على حظة ساتوريت يعني في الإمارات كثير مصانع في السعودية كثير المميز بيجينا كل الحين من أوروبا لن ما طلع براند سباركلين اللي يمكن من السعودية توني من كم شهر شفت كم براند بده هاي انتو ما تفكرون تدخلون في هاللائن لا أنا قاعد أفكر أدخل فيه إن شاء الله خلال الأشهر الجاية راح ندخل في هاللائن لأن نبغى نكون بريميون واتر نميز حالنا في السوق نكون نحن في المياه المعدنية اللي تعتبر تنافس إفيان فولفيك لبراند سان بليغرين لأ ثم نصور بكون أمين معه لما نقول سان بليغرين وإفيان وفولفيك هو لأن ترسخ بذلك براند وعينها عدنا إنه هو براند هاي لشك أقول لك في جيوغرافيك الشفت الحين إنه لأ الخليج ترى راح ياخذ مكانه عالميا وأنا ترى للأمانة اليوم مصنع الألمنيوم أصنع لسانجوبين أصنع لتيها إي في إيطاليا أصنع لكبرى شركات العالم باسمهم ترى اسم المصنع مو موجود على المنتج مكتوب باسم ميدن بحرين لكن أنا أصنع اليوم اليوم أقول لا هاي سانجوبين كارتون هومبوكس أقول لك أنا أصنع لك طبعا في اتفاقيات نحن ما ننشر هالمعلومات لأن هم يقافع لسماعاتهم بعد بس في النهاية أحلى لنصنع صنع للمنتج لش معنى اليوم صار في قبول لمنتجني في أوروبا ولما جت للماء لا هاي ماي خليجي فيه ماي خليجي ماي يوم نفس ما عندهم ماي احلى بعددنا ماء أنت تفضل الماء الجوفي ولا ماي المعد تحليته من البحر لا أنا عندي الجوفي طعم أفضل أفضل لأن اللي من البحر يخضع إلى معالجة بالذات البركش يصير زيرو يعني يسحبوا كل المنرال اللي فيه ويعادر فأنت تبتدي من ماء ما فيه أي يعني وتضيف هاي تعتمد على جودة الار او اللي عندك يعني ار او محترم مكلف جدا جدا مكلف ويحتاج صيانة ويحتاج دقة ويحتاج للاب محترم ويكوب تهدك يعني الماء ترى أنا هاي المشروع اللي أسميه سهل الممتنى هلما أفكر يقولك هاي يعبي ماء هو يعني أكون أمين معاه من أصعب المشاريع اللي أنا يعني درت عشان شي تميت فيها سنتين هاي اللي اجتميت فيها مدير عام سنتين أتعلم فيه نروح للقهوة ندخل في القهوة ليش نعم كيف دخلت القهوة والله برنامج بيبان كنت موسم الأول وصندوق الأمل تعرفت عليهم عن طريق منظمة رواد العمان فأخ كانوا يدورون شخص في الصناعة واحنا يعني للأمانة في المنطقة الخليج الرواد العمال اللي ينقو عن الصناعة اللي هي صعبة التراقيص واستثمار كابيتال عالي وهدك يعني ما يعتبر البزنس البسيط يعني الناس كلها تطالع يقول لك هذا ناجح ما يدروا وراء النجاح يعني هدك كبير أن يكون مصنع الترايدنج دائما أسهل هاي في مجالات كثيرة أسهل من الخدمات بشكل عام فلما التقيت بصندوق العمل يعني عفويا سألولي أنت في الصناعة قلت لم يقالولي والله نبغاك تطلع في برنامج قلتني والله أنا ما أحب الكاميرا ما أحب أكون جدا ما أحب التصوير قالوا أنت بستعال وشوف إذا عجبك الوضع واصل دعوني البرنامج واتشرفت أن أكون جزء من البرنامج وشفت مشروع القهوة في البرنامج اللي عجبني في موضوع القهوة أن رائد العمل علي محسن صاحب ماركت دل اسبرسو هو راح أخذ كونسب أوروبي كابسو وحط فيها كارك قط فيها قهوة عربية وهاي اللي أنا أتكلم عنه في كل البرنامج ليش اليوم نقول أمريكانو ونقول اسبرسو ونقول لأن هالغرب جابوا وإحنا يعني نطلع للغرب كليدر بأي شيء هذا راح خذ منتج يعتبر أوروبي وعمل لوكاليزيشن اليوم لو حاب تشرب كارك بين بيت وبيت يختلف صحيح في بيتنا خدامت يتسمل بطريقة في بيت الوالد بطريقة في بيت أنا اليوم أعطيك تبسولة في أي مكان في أي بيت نفس الطعام لو طعام لذيذ ليس لأن أنا استثمرت فيه موجود عندكم الإمارات موجود في السعودية موجود يعني كانت يعني أنا استثمرت فيه عشان توسع خليجيين موجود كتوزيع مش محل هو وكابسولات عبارات موجود كتوزيع يعني موجود موجودي في أمازون في الإمارات تدخلها الحين تكتب دلس ويطلع لك المنتج في أمازون ونون موجودين فاللي حبيته فيه هو فكرة أوروبية بس بطابع خليجي منتجات خليجية هاي ليش حبيت المشروع كفكرة يونيك وفيها يعني لمسة من الرائل العمل نفسه ما أخذ شي من أوروبا وجاء بعدنا لا أخذ فكرة من أوروبا وعملها لو كلاي هو يمكن سوى الرسبي وعطى الوصفة هذه إلى مصنع عشان يسويه للكابسولات ما توقع أنه صاحب المصنع لا هو الكابسولات تتيجي جاهزة بس القهوة اللي فيه رسبي والمصنع هو ما يمتلك المصنع اللي يسوي الكابسولات لا ما يمتلك احنا نشتري الكابسولات من أوروبا من أوروبا مش من هنا مش من هنا الكابسولات التعقيدات أن هي لازم تكون فود غريد وفيها شهادات طبعا يعني فيز توم من المشروع نعمل كابسولاتنا يعني احنا اليوم احنا نعبي احنا مصنع تعبئة وتغليف بس احنا اللي نطحن القهوة نحمصها كلها في المصنع اوكي الحين انتو يعني البزنس هذا عبارة عن مصنع المصنع فيها حماصة القهوة تطحنون وتسوون الرسبي وتعبون انتو ونعبي وين الجزء اللي سويتو في اوروبا بس الكابسولة جاي من اوروبا الاكتشو الكابسول اللي هي الوعاء للمقاوة من اوروبا بس هذا بعد مش صعب تصنع بسيط فهاي فيز تو للمشروع ان احنا نصنع كابسولاتنا هنا يضني عندنا مصانع محلية في الامارات يسوون بس طبعا مثل ما قلت لك حساس الفود جريد فانت يعني استثمار شوي اعلى من البلاستيك الانجيكشن تبع يعني البيفورم او اغطية او لا شوي اعقا الشلب لايه مالها سنتين؟ كم تعيش؟ القهوة القهاوي سنتين الكرك بسبب الحليب سنة ونصف سنة ونصف كم استثمرت فيه محمد؟ تقريبا خمسة وعشرين الف دينار حق 10 بالمية في البرامج الثمانية احنا عملنا راوند تو في المشروع الحين 10 بالمية استثمرنا بعد مبالغ طلنا 10 بالمية حلو الفاoundر يملك ستين واحنا اربعة انفسترز منها صندوق العمل الاستثمارين في الشرك حلو الاستثمارات كانت بغرض التوشع في اشواق ثانية او لا؟ هو كان عنده معضلتين محتاج مكاين ومحتاج التوسع جغرافي خمسين بالمية من الاستثمار راح تأبغريد الكوبمنت والخمسين بالمية الثانية ووركين كابتل اللي هو الماركتينج واللستينج فيز والتوسع جغرافي انت كارك ولا قهوة محمد؟ والله انا لا كارك ولا قهوة تستغرب ان انا استثمر بمشروع بمشروع؟ لا انا برو اشرب الكرك بس ام نات برو قهوة يعني عندي معضلة هاي شي في شي يذكر ان لما كنت مدير عام بجيكم بالامارات وبروح لأي موزع بقول لي اجربها يقول لي ازي ما يستطيع ان اجربها بدونك فكل مرة اجرب قهوة اتذوق ليلتها انا ما نعم يعني انا اخر مرة كنت عندكم بالامارات جربت ثلاثة اسبرسو وكان طيارتي يوم ثانية ساعة ثمانة صب انا ما قدرت انام طول الليل يا الله سبت الانتنسيتي تواعد القهوة اتوقع مسألة تعود لان كنك ما تشرب هوايد صحيح بسمك مش متعود لازموا يستغربون انت كيف تبيع شي انت ما تشربه يعني انت المدير العام جالت اطراح علينا منتج ما تجرب فكان عندي تشالنج دايمن اني اجرب اني اجرب انا ما عندي مشكلة سيلز سيلز بضبط بشكل عام اصلا الفودن بيفورج كله من اصعب الاشياء للبزنس اونا رز التستنج صحيح لان انت شون ترضي ادواق اه فيه ناس تحب قهوة خفيفة فيه ناس تحب قهوة قوية فيه ناس تبغى مرة فيه ناس تبغى يعني كرك فيه ناس تبغى مع سكر فيه ناس تبغى مع بدون سكر يعني هاي بعض مشروع اعتبرها very challenging شون ترضي كل التست و الاكسبكتيشن تبع الزبون لما تقول له قهوة بكابسول يفكرها كنا عاملها في البيت يعني التركيش كيف تعمل الرغوة عدنا كابسولة تركيش اسبرسو الراوة تصير لما انت حط الكتل ربع ساعة انت كيف في خمس ثوانية وسبع ثوانية ضغطة زر يصير عندك فوم صعب جدا فانت كيف تشرح لزبون انه فيه four elements اللي هي taste smell وال aesthetics وال texture احنا نقدر بس ثلاثة الرابع هاي ما تصير إلا إذا هو natural form مش كابسول عرف قصير يعني انا جبت لك ثمانين بالمئة من شي انت لو تحتاجت حضرة تحتاجك ربع ساعة صح انا في خمسة وست ثوانية خليك تشرب تركيش كوفي في مكتب في اي مكان بالضب في اي مكان وتسافر فيه وتقول تفضله ابغى اشرب تركيش صح هاي كابسولتي وفي مكاين تعتبر يعني نسبريسو دولشي قوستو انترناشنال مو مكينة معنية بالبحرين وبالخليجة عالميا تروح ايفونك موجود في هالمكاين موجودين كنت مدير هناك نفس الشي محمد ايه ابن حسن حظنال لما دخلت ايه الفامدر كان يدير الشركة عن بعد فكان مفروض ان عين مدير عام وخذ لنا وقت فقلت للمستثمرين تعطوني فرصة ستة شهور لها سنة ادير الشركة قالوا لي بالعكس لو ندور احد ما منحصل واحد مثلك طبعا لأوفر مالي كان انا قلت فور فري فور فري بس الك انت جاوبت على طول هم مستغربين بس هو سلاح ذو حدين صح ياخذ من وكتي بس انا صناعي انا اخذ لي توسيعة المصنع ثات شهور بتركيب المكاين بتضبيط كل شيء بتوظيف الموظفين طبعا الكي بي آي في المشروع كان يدخل ستة دول الخليجية في تقريبا سنة انا كمحمد العالي في شركاتي كل سنتين كل سنة ادخل دولتين في دل اسبرسو كان ثلاثة ضعف ست دول في سنة فكان جدا صعب ودخلت من شاء الله ودخلنا ست دول في سنة هاي this is my expertise الانتشار الدولي يعني لو مدخلت المشروع المجموعة كنا نشتغل في عشرين دولة لو مشتغلتين واربعين دولة منها اكبر لاسواق امريكا طبعا توفيق من رب العالمين بس سعي كثير من جهتي يعني دخول السعودية مئة زيارة للسعودية لا يقل عن مئة زيارة كيف تحسب نفس هذه اوكي اشتغلت فور فري تذاكرك سيراتك جهدك كيف تحاول تأخذها على شكل شيرز من الشركة ولا كيف؟ والله هو ادي بيهتب الموضوع يعني انتهي سؤالك حرج انا نظرت للمشروع ان المشروع يستاهل وعندي نقاش حاد مع يقول لي انت محمد ما المفروض كنت تشتغل ببلاش بس انا قلت له شوف لازم تنظر ان الفاوندر اعمل الشركة بباس قوي من منتجات اللي قاصرنها وقت محمد في التوسع فانا لفترة لو اضحي بس من وقت شركات لمدة سنة افتحها لسواق خلاص الفودن بفرجمنت حط وكيل وصير معروفة بين اونلاين وسوبر ماركت وهيبر ماركت تشتغل ما راح تحتاجي انا طلعت حين من شهر انا ما دير مدير عام الـ هو اللي ديرها فهي كانت فترة صح فيها تكلفة جدا عالية لان انا وقتي ثمين صار على حساب شركاتي لكن انا عندي ان المشروع يستاهل مشروع يستاهل يستاهل ان انا افرغ نفسي الى ستة شهور لسنة عندي فضول محمد الحين الكابسولات هل في لها احصائيات او ارقام مقارنتهم في القهوة العادية اللي نشربها نحنا في البيت او في الكافيهات احصائيات من اي نحن؟ بحيث ان والله نسبة وتناسب نسبة الناس اللي تشرب الكابسولات مقارنتهم بالناس اللي تروحكوا في شب مثلا عادي ما في مقارنة الكابسولة هي بديل وليس بديل تروح كوفي شوب يعني ما راح تروح كوفي شوب تشوف يحضروا بكابسولات بس احنا الكابسولة لمن؟ حق البيت؟ كابسولة للبيت وللمكتب ولأماكن معينة الشخص يبغى يحضرها بسرعة هل في نسبة هني؟ هل في ارقام بحيث ان أنا بدلا نقدر؟ والله شوف هو ترند في الكورونا ما في كوفي شوب فكل من راح يشتري كابسولات لانه يبغى يشرب امريكانو في البيت يبغى يشرب كارك في البيت يبغى يشرب قهوة في البيت فصار ترند ارتفع في الكورونا لكن لانه احنا لوكلايج عندنا كارك وعندنا قهوة عربية لا صداء الحين قاعد يزيد فيه تراكشن كبير لمنتجنا في السعودية فيه تراكشن كبير في الامارات صرنا ننطلب في كل مكان فاحنا قاعدين ناخذ محلنا من العراب في السوق الحين وقاعدين نصير منافسين جدا قوي للبراندات الأوروبية اللي موجودة اكيد لانه في كارك بعد يعني اعطيك مثال كنا في الهوريكا معرض السعودية من الحضور كان نسبرسو ونيرو نوبيل اكبر شركتين اشتغلون في الشرق الاوسط جوا عندي للبوث يجربون منتجاتنا ويصورونها ويطالعون ويسألون اسئلة وقاعدوا معانا اجتماعان انا ليش يعني كثير يعني شون اشرح لك هاي براود كلمة بالعربي فخور فخور جدا ان هذيلي جولي ليش؟ معنات ان انا اخذت مكان في منتجاتهم اليوم لما كنت تروح سوبرماكن متعود على نسلة وستاربوكت صحيح اليوم ديل اسبرسو جنبهم فاليوم يعني يقولك تعال طبعا احنا ما نعتبر نفسنا نفسهم ابدا ما حد يقدر ينافس جاينت مثل نسلة لكن في المنطقة قاعدين ناخذ جزء من حصتهم جزء من حصتهم وهم اليوم يجي يقول تعال هايش قايسة عنده تركش انا ما عندي عنده كارك انا ما عندي معانا الشركة الايطالية حاولوا يعمل الكارك بس هو كان يضحك الايطالي اللي جانا يقول احنا مو بروديكت يعني عقا ناخذه من الجالية الهندية ونحطها بكبسولات لا احنا ترى الكارك اللي موجود في ديل اسبرسو طبيعي كأنه انت لو بتشربه في البيت الرسيبي اللي عندنا هي رسيبي للبيت وهي جدا صعب سؤال حجم الكبسولات نفس الستاندرد المعروف صح الستاندرد العالم طلع كمية قليلة متعودين على الكارك شوي كبير يمكنك تأخذ 150 ملي في الكبسولة الاسبرسو تعطيك تقريبا يعني كمية صغيرة بس الدولشي قوستو الدولشي قوستو تعطيك 150 ملي إذا حق يمكنك تأخذ 150 ملي 150 ملي يتعتبر اسعاركم كيف؟ نصها اسعار الأوروبية نصها 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 معانا انتو تنافسون بالسعر نافس بالسعر ونافس بالجودة بعض يعني لا يخفيك القهاوي اللي احنا نشتريها نشتر أفخر أنواع قهوة ما ناخذ أرخص فيه برازيلي، بيتنامي، أغندي، هيندي من أفخر الأنواع ما ناخذ قهاوي أو كواليتي مالها تعبان على كيف انت تقدر تنافس طب إذا ما قدر ننافس بالاسم ننافس بالكواليتي صح ننعرف أن احنا منتج كواليتي مال عالي أمتاز، نروح على المنتجات المفرزنة نروح كيف ابتدت فيها؟ والله في الموسم الثاني بعد بيبان؟ بعد بيبان يا سلام، بيبان إن شاء الله خير أنا عيبي في هالمشروع كان فيه أنا كنت منتر للرائد العمل أوكي وقبل البرنامج عشر دقائق رحت قلت له ترى من اللي أشوفه اليوم ما ظن بتحصل أي استثمار فجهز حالك إن تطلع من البرنامج أنت ما كنت تريد تحط استثمار عنده؟ إلا أنه أنا ما استثمر في أنا استثمر في شوف دلس بسو الماي كانوع هذا من التحفظ محمد صح؟ مو بس تحفظ أنا كقدرات إذا أبتدي في ياخذ من جهدي كثير وصعب يعني هو الصعوبة في التأسيس فأنا ما أقدر كمحمد أدخل في مشاريع ستارتاب يعني براح ياخذ من جهدي كثير وعلى حساب شركاتي الشغالة فأنا أدور المشاريع اللي تحتاج تسكيلة مش معناته؟ منتج كويس يعني تعثر في السيل تعثر في السيل ما طلع في الانتشار وهي خبرته الانتشار خبرته 23 سنة اللي عندي أنا في الانتشار وفي الأسواب فلما دخلت دخلت البرنامج اللي حفزنا في الاستثمار صديقي وشريكي سهلك صيبي شا اللي صار؟ هو لما طلع في البرامج كان كثير البيتش اموشنل يعني منتج بحريني ومن مزارع البحرين والأمني الغذائي كلنا كان يعني مندمجين في البيتش بس ما راح نحط فلوس لما سهيل لك صيبي قال له والله أنا عجبني المشروع بس ما قدر أعطيك المبلغ إلا أنا بعطيك 10,000 دولار هو أخذ 10,000 دولار كانت معانا مستثمر بعد حطت 10,000 دولار صندوق الأمل لما شافوا اثنين دخلوا دخلوا ب10,000 دولار كانت مو حلوة بحق الرائد العمل إنه منتر مالي يكون موجود وما يحط وما يحط توهقت توهقت ولما أقولك توهقت ليش؟ لأنه هو مصنع أول ما حصل استثماره لقى صعوبة في التصاريح وفي تجهيز المصنع فأنا قسم المقاولات اشتغل في المشروع قسم العقارية اشتغل في المشروع أنا بنفسي أشرفت على الورشة ليش؟ لأنه رائد العمل عنده خبرة كان يشتغل من البيت بس ما عنده الإمام للمصنع فكيف بروسس فلو أنا لازم أرسمه معاه أقعد مع المهندس لأنه مشروع صغير مثل هاي مثل مشروع بـ 15 مليون دولار ماي مشروع هو يعني البروسس في الماء والبروسس في الأكل هو كله بروسس فأنا إذا اليوم عندي قدرات ليش أقولك أنا أدور أستغل قدراتي للمشاريع اللي أقدر أطلع منها أكثر قدر من الانتشار في الستارتاب أول سنة تروح في التأسيس فإحنا ستة شهور نأسس بين تراخيص وبين منتج وبين تصوير وبين ماركتينج هذا ماهو ماهو ماهي قدراتي فأخذ من جهدي وبين جهدي الشركات من هاي على تأسيسه إن زين النصيحة تقدمها للانتشار في أسواق جديدة والله هاي سؤال فيها محاضرة ثلاث ساعة لكن أنا أقدر يعني هات الأهم الأهم شوف أنت كأي منتج سابقا ما كان عندنا statistics و data يعني كنا نروح بال gut feeling يعني اليوم نقول السوق السعودية كبير ليش؟ في تعداد سكان 30 مليون لما نروح سوق مصر فيه 100 مليون بس اليوم في 2023 في ويبسايت statistics في trade map تحط ال HS code تطلع global supply chain للمنتج مين أكبر بلد يصدر مين أكبر بلد يستورد أنت تبدي من هني تبغى تعرف منتجك وين موقعون العراب في هال ويبسايت ليش؟ الأول كنا نروح معارض كنا يعني ليش؟ ما عندك هال data أنت تروح معارض تقول اللي بيجي من الله زين ليش؟ تروح تعرض في معارض في دبي يجونك من كل مكان في العالم أو يتروح في أوروبا يجونك من كل مكان في العالم تقليلي يعني سابقا بس لم أعارض اليوم لما صار عندك data لا تقول ترى سوق الهند كبير أبغى أروح أعرض في الهند أنت عارف لما تروح الماركت موجود المنتج مطلوب ويستورد من مثلاً الصين ومن أمريكا ومن كذا دولة فأنت رايح محضر نفسك عارف هذا البلد لا قبول لمنتجك لأنه أورادي قاعد يستورد فأنت لما تروح الأرضية جاهزة ما تروح عمياني تقول والله أنا بجرب حظي بروح أصرف في معارض خمسة عشر عشرين ألف دولار سابقا كنا نروح يعني والله نظن يمكن في أستراليا في بيزنز فنروح نزور أو نروح معارض في أستراليا ونعرض منتجات اليوم ضغطت زر تحطك شس كود يطلع لك أستراليا من هالمنتج كم تستورد ومين اللي يستورد أصلاً عشان نتواصل معه بشكل مباشر عشان نتواصل معه بشكل مباشر يعني أنا اليوم تقريباً دخلنا السوق البرازيل ودخلنا السوق الأرجنتين وساوث أمريكا بديتا حطينا هاتش اسكويل والديتا كلها موجود طبعاً بلاتفورز بايد مش فريه تدفع عليها فلوس عادةً هي هذه حق المستشارين الكونسلتنت بشكل عام استخدمونها بشكل أكثر يعني صحيح كلامك سابقاً كان للكونسلتنت اليوم صارت فيه موديولز فري منها إذا حاب بس تعرف لترايدمان حاب تعرف الشركات تدفع تدفع سبسكريبشن غالية الخيصة محمد والله يعتمد إذا تبغى برايمري ديتا يعني وسكندري ديتا فيه ريتس يعني تختلف بس احنا للايبراري تبع ساوثة مركدة فعنا 3000 دولار ولا شيء هذي تيكيت ما هي تيكيت أرخص من التيكيت يا أرخص من التيكيت فاليوم تطور وتغير البزنز إلى البزنز الرقمي ديتا تعمل ديتا مايننج تروح تشوفين السبلاي تشين حاصل مين قاعد يشتري مين قاعد يبيع وتحط روحك في موقع العراب بينهم أنا يا محمد ما عندي وقت أدخل أجرف الموقع أعرف أستخدمه ما عرف أستخدمه أريد شخص شاطر في دراسة هالمشاريع شو المسمى الوظيفة أو شو المناسب لهذا الموظف اللي يبحث والله أنا قاعدين نعد اللي يسمونا Occupational Standard Job زي يعني في البحرين على مستوى البحرين يعني مع تمكين في مسميات جديدة شفتها أنا يعني الأول احنا عندنا Sales Marketing صح اليوم عندك Data Analyst اليوم صار عندك Sales Marketing Analyst اليوم صح في مسميات آخر سنة سنتين أو ثالث سنوات طلعت هي الحين ها يكون شغلها بس ياخذ Data ويعمل لك Analysis ويقول لك هذا هو الحل واليوم راح يتطور لل AI اليوم انت تقدر تقول له هذا HS Code عطني الدول وأنا موجود في البحرين ومميزاتي واحدة ثلاثة أربعة وين لازم أصدره عادي هو يعطيك عادي هو راح يعطيك ما راح تحتاج حتى لشخص لأنه هو Data موجود يدخل في ال Library يسحب المعلومات ويلخصها لك ويقول لك ها هي الدولة اللي انت لازم ففي شخص لازم يكون موجود يكون Data Analyst مسمى طبعا في جاريكاتي أنا خليت Sales Sales Team يشتغلوا على دولة هو يشتغل عليه هما جوني بالاقتراح قالوا لي نبغى نشتري Library نشتري Library نشتري Library نشتري إلا نسبسكرب بالمناطق آسيا لحالها ميدليس لحالها أمريكا لحالها جنوب أمريكا فشرينا في المناطق اللي احنا مو موجودة مثل جنوب أمريكا مثل ما قلت لك أنا أبغى أحط لي مصنع في أنا استغربت لما قلت لي جنوب أمريكا أبغى أحط لي مصنع في المكسيك يخدم شمال أمريكا و جنوب أمريكا عشان توفر cost محمد هناك عشان توفر cost وعندك في المنفاكترينج 2 schools of thought ياتكون جنب الروميتيريا لا تكون جنب الزبون لازم يكون عندك value إذا كنت جنب الروميتيريا معنات أنت في الكوز competitive وإذا كنت جنب الزبون بالسيروس في السبلاي تشين تكون أقوش فأنا ليش حابة أكون موجود في المكسيكا أكون جنب الزباين لأن من البحرين إلى جنوب أمريكا تقريبا 50 يوم سيلينج فأنت راح الأدفانتج في الكوز سيفينج للزبون صح بيشتري منك بسعر ممتاز لكن تتأخر على البضاعة 55 يوم وهي كثير السبلاي تشين يحتاج يطلب له أوردرات شهرين 3 months in advance طويل السبلاي تشين في ريد طويلة ونفس الشي سوق الأمريكي لو أنك موجود في المكسيك بخدمه بطريقة أسرع تعرف أمريكا صعوبة الشغل فيه أنه هي جغرافيا كبيرة ترى ما هو صعوبة تصنيع منتج للسوق الأمريكي توزيع في السوق الأمريكي إذا تلاحظ شارك تانك في كثير من البزنس اوبورتونيتيز يجي الفاندر قلم أنا موقع ويا والمارت المستثمرين مارك يوبن وكيفين وليري طالعون يضحكون يقولون أنت وقعت عقل ما عارف قيمته ليش أنت ما عندك مارجين كفاية مارجين كلا بروح في التوزيع لأن هاي مشكلة أمريكا التوزيع شون اضغطي خمسين ولاية يعني اليوم هوم ديبو نحن نزمونا هوم ديبو في أمريكا عنده ألفين متجر قيمة الديستروبيشن أربعين بالمئة من قيمة المنتج عرف لأن انت تحتاج وارهاوزين تحتاج لوجيستيكس وتحتاج مارجيندايزرز في هالمناطق لو يعطونك ألف متجر كم مارجيندايزر تحتاج موزعين على كل هالولاية سوق الأمريكي سوق الأمريكي سوق الأمريكي سوق الأمريكي سوق الأمريكي محمد تكلمنا على موضوع الديتا وهميتها فلنقطة السيلز والتوزيع في دول الأجنبية شو الدرس الثاني المهم؟ كون انترناشنال من أول يوم صنع بستاندرد دائماً احنا في دول الخليج نغفل لاحظتها حتى بشركاتنا أول ما جيت للمجموعة أقولهم ليش تصنعونا بهذه الطريقة؟ قال هل أن أمريكا تصنعوها؟ بعدين اكتشفت لا فيه الستاندرد الأمريكي الستاندرد الأوروبي الستاندرد البريطاني الستاندرد الألماني كلهم نفس بعض بس أنت لما تروح برا تطلع ويسألك هالسؤال وما تجاوب تطلع أنت شركة كوبي ولا تعبانة مو بس تعبانة مو عارف سوقك فأحنا لما دخلنا السوق الأوروبي أول اجتماع الريجنال سيلز داركتر عندي اللي مسؤول عن أوروبا لما راح قابلهم سألوها السؤال تصنع بأي ستاندرد؟ قال أصنع بالـ ASTM وأصنع بالدن الدن اللي هو الألماني والبرج ستاندرد انبهروا أنت شركة جاية عارفة المنتج شنو يحتاج بأوروبا فهم الأسواق هذا نقدر نلخصها بفهم الأسواق بفهم الأسواق فكون تصنع بالستاندرد لا تيجي وتقول والله هو في منتج يجي من الصين يحطهم عشر حبات في البوكس وأنا قلتهم لا يجوز الستاندرد يقولك لازم هو خمسين أو مئة الصينيين راحوا عملوا العشرة أو عشان هما يصنعوا كنفينينت لهم به هالطريقة انت لأ روح دروس السوق شوفوه شو يحتاج وصنع له وكيفك مع العلاقات والله البيزنس علاقات أنا لما كنت صغير عمروا 21 سنة اه 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 درسين اه علمتم منه أول واحد بزنس بزنس يعني البيزنس هو علاقات يعني هذا درس ما أنساه لأنه كان لما يجي يقعد معاي يقول لي محمد ترى عندك فلوس وعندك مصنع وعندك كل شي بس اذا ما عندك علاقات كيف بدك تشتغل كيف تشتغل you have to have relationship هو اليوم كيف انا قدرت اتوسع في شركاتي كيف قدرت ادخل السوق مصر لو شركة مالتناشنال تبغى تدخل مصر تعين لها محامي وتعين لها استشاري الاستشاري يدور الارض والمحامي يعمل ورق الشركة انا مادر عنهم انا رحت لشريكي في قاعدة شربنا شاي وقيت له والله ما قادرين بيعه شو الحل؟ قال لي والله عندي مكان فلاني 4000 متر قلت له انا عندي المكاين جاهزة انت دير البيع مثل ما انت انا بيجي بصنعلك في مصر بخلال تقريبا 60 يوم احنا كنا نصنع في مصر بين نقل مصانع ليه ما دخلنا ليه ما بدينا نبيع 60 يوم هذا ما كنت اقدر اعملها لو لا عندي علاقات في لفريجينغ هالعلاقات في الإكسبنشن هي الفارق بين الشركة اللي مبنت في يوم وليلة وشركة اللي عندي 40 سنة خبره وعندي علاقات ونسيت اقولك الدرس الثاني اه people make business يعني الناس هي ورا البزنس الناس كلها تفكر انا لو عندي فلوس اقدر اكون عندي فلوس هو مصحح احنا اللي نعمل الفلوس we make the money وهي كان درس يعني اه تعلمت منه نحنا بجهدنا باجتهادنا بجهد واجتهاد هو كل الناس تفكر ايه هذا هو لان دايما تجيني هاي المقولة وانا بعد في منظمة رواد العمال اه يقولوا انت اولاد عوائل هاي ليش صرته اغنيه هو مصحح صح احنا باكراند ما لنا عائلة لكن احنا ترى انا عندي business بعد ما قلتلك عنه في الفساد testing ثالث شركة في الشرق الاوسط لمختبر واجهات المباني اول شركة element في الامارات ثاني شركة توماس بيل احنا الثالثة الوحيدة اللوكل في الشرق الاوسط انا بديتها بمئة الف دولار اليوم فيها اصول بتقريبا نصف مليون دولار self made company يعني ما ضخينا فيها لا راون تو ولا راون تري ولا راون فور natural growth من مئة الف اليوم عندي اصول بخمسمائة مليون ونصف دولار تقريبا كيف صارت؟ كم قيمة الشركة اليوم؟ اليوم لو I want to be bought out يعني انا ما برضى بأقل من 10 مليون دولار ليش؟ كل النوهاو اللي عملت في الشركة نوهاو ما لينا بكم سنة؟ تقريبا في ستة وسب سنة وان واليوم من نافسهم اليوم في مشاريع جينا من السعودية يقول لك والله كنا بنروح لتوماس بيل او لألمنت لا جيناكم ليش انتوا اقرب وانتوا في البحرين يعني جيوغرافكلي اسهل لنا شو نشاطها عفوان الشركة واجهات المباني كيف يعني؟ هي مختبر بيقيس ضغط الهواء والمياه على المباني اوكي بيزنز جدا سبيشيلايز يخبرك يعني كم عمر هاي البناية؟ لا مش العمر بس انت تعرف كل مبنى فيه سيستم للألمنيوم يركب فيه هذا السيستم يقاوم ضغط الهواء على ارتفاعات ومياه اليوم ليش بتسكر المبنى بزجاج والألمنيوم؟ عشان تحمي المبنى من عوامل الطبيعة صحيح فاحنا في هاي الشركة نروح ويسميليت عوامل الطبيعة على المبنى يعني بنعمل مطر وضغط الهواء وساوند تستنج وثيرمل حراري من الخارج الى الداخل من الخارج والداخل هاي بس فيها تقريبا خمس لعشر شركات عالمية في العالم تشتغل منها UL منها Thomas Bell منها Element منها احنا في الشرق الاوسط فانا مثال على انه يعني مو شرط انه تكون عندك فلوس انا من هاي الشركة كبرت الشركة من فلوسها natural growth complete natural growth ما حتى دايما لما اقعد الوالد اقولي شوف هاي الشركة بديناها بكم 100 دولار واليوم نافذ شركات عالمية محمد اللي بيسمعك ان زين وهو ما عنده 100.000 دولار يقولي هذا عندها من اسر عندها 100.000 دولار والله جمعتها جمعتها ما كانت من فلوسها ما كانت من فلوسها كان الوالد قلت له ابغى من عندك 35.000 زين وعمي خذيت من الى 35.000 وواحم من العيلة بعد بانكر قلت له عندي مشروع ممتاز وهاي بس اطني 35.000 وبدأنا المشروع وبعدين المشروع قام يتطور 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 لما اليوم احنا يقولك كيف هلا بقع ياخد تست من عندنا هذا لاب صغير في البحرين يعني احنا شيء لا نذكر اللي نافذهم مالتي ناشنال عندهم لاب في امريكا و لاب في اوروبا و لاب في آسيا واحنا لكن في المنطقة اليوم رقم معاهم يعني انت كونكم استثمر تستثمر في شركات ناشاء كيف قدرت تقنعهم انهم يستثمرون فيك؟ ليش ما حطيت فلوسك؟ لا حطيت فلوسي في المشروع بس مبلغة جدا بسيط لانا ما كان عندي المبلغ ذاك الوقت ما كان عندي المبلغ فطريته اجيب استثمرين وبدأت من الوالد وبدأت من الوالد قلت له والله محتاجها المبلغ قال لي والله انا المشروع ما ارى من خير يعني اذا انت عبد ضيع وقت كبير ضيع وقت كبير بس هو مشروع جدا ناجح موضوع جدا مهم فعلا اللي هو حوكمة اللي هو الفاملي اوفيسج اللي هو البيزنس العائلية البيزنس العائلية هذا من اهم مواضيع السنتين الثلاثة الاخيرة على مستوى يمكن الخليج صحيح من وين تبقى نبدأ فيه؟ انا عن نفسي بديتها يعني من خمس سنوات كنا فيه قاعدة عائلية مع خالي سألني سؤال قال لي انت والوالد شو وضعكم يعني قلت له ما فاهم يعني سؤالك قال لي انت والوالد شراكة يعني المعلومات موجودة اونلاين في السجلات تدخل في السجلات تشوف ان انا شريك والوالد شريك فقلت له لا احنا شركة قال لي محمد ابوك عمره السبعين الحين فانا انصحك ترتب امورك كان ذاك الوقت وهو يقول لي هالكلام جدا صعب علي خلاك فتح عينك على اشياء صعبة فتح عيني على اشياء صعبة والسؤال جدا صعب لما رح تكلمت الوالد طردني من المكتب الامانة طردني شو تتتكلم واحنا ما نحتاج حوكمة واحنا عيلة واحنا قلت له شوف ابو محمد كلامك صح بس اليوم تشوف هالعائلة 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 كلها تفككت بعد ما الفاوندر راح وانا اليوم للامانة في المجموعة الشركات اللي هالعائلة لا ارى بكرة لو جوا ناس غير الوالد يحطهم ثقتهم فيني ليش احنا العوائل اللي تورث دايما ما عندي انترست في البزنس ما عندي انترست في البزنس يقول لك انا ابغى مدخول عقار مبنى شي في ايدي بزنس يطلع فلوس هاي محمد انت حابت شغلة انت هاوي شغل اختي اولاد اختي بقول لك خالي والله انا مالي فيها والله عندكم مبنى هنا وعندكم عقارات هنا انا بغى يدخل شي دخلي فلوس انزين بحكم ان الوالد هو الشريك الرئيسي في كلها الاستثمارات راح يورثوا وقول لك محمد بيكون جدا صعب في بعض الشركات يمكن ينهيها بالذات اذا درت الشركات هنا في خلافات على الانرشيب على الادارة راح تصور مشكلة فخالي قال لي يرتبوا امورك خالق له في في مجال ريادة الاعمال لا خالي هو بارتنر في كي بي ام جي شايف شايف الامور شايف مشاكل العوائل جاب لي بارتنر من عندهم انا بعد حبيت ان ما اعمل ولا يعني البوست فاوندر الا عن احد غير المدقق اللي عندي لان علاقتي بالمدقق قوية مدققنا اللي موجود الحالي علاقتي معاه قوية فانا ما حبيت اخليه هو يعمل الارانجمنت لا بكرة بعد عمر طويل اطلع الفايل للورثة وقل لي هاي كانت وصية الوالد يقول لي انت خابزنها مع الدخين قلت لخالي تعال جيب لي بارتنر وطلعني من الموضوع فجيت للوالد قاعدت مع بارتنر وكي بي ام جي وقلت لشوف لازم نعمل بوست سكساشن بلان وفاميلي جاورننس وفاميلي كونسل ونرتبوا امورنا قال لي اوكي خلاص وعملناها وجهزناها بس للأسف ما قدرنا نعمل الوالد لليوم يعني مو فارض فارض سيطرته على المجموعة ما حاب في حياته يبدي يوزع او او يعمل اي بس في بلان بس في بلان موجودة في ملف يعني هو ظاهر يعني من اللي انا استشفيت منه هو حاب يعملها بعد حياته يعني كانها وصية وصية ما حاب يعملها معنى تصير اصعب ليش تترك الورثة في خلافه اذا انت ما ترتب حالك في حياتك بكرا اي وريثك انا ما قابل بهاي اقدر اطعن فيه واقعد في المحاكم عشرين سنة معها وارد هاي ليش اللي العوائل اللي رتبت حالها قبل لها الفاوندر يروح امورها طيبة واقدر اذكر لك عوائل كثير رتبت واقدر اذكر لك عوائل ما رتبت امورها صارت مشاهدة وفي عوائل رتبت امورها بعد واحد عندكم لا تروح بعيد الفطيم الفطيم صح الفطيم بس يعني هي جود اكزامبل في الترتيب بس لما يصير فيه بعد خلاف يكونوا معقد لان دائما يقدروا يطعنوا في التوزيع يقولك هاي نوت فير قدر لي فير صعب اعطيك مثال بزنس قيمته مليون دولار يدخل مئة الف ومبنى قيمته عشرة مليون يدخل الف هل تروح عالدفتر او تروح عالانكم سبجكتف المتر هي في النهاية ما تقولهم الف 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 بس عادي تيجي اختي تقولي والله انا بغى المبنى اقول لي ايه بس المبنى بعشرة تقول لي ايه بس بزنس مالك يدخل الف انا مبنى يبعشرة يدخل الف زي ممكن هذا البزنس باتر يصير عشرة ضعاف صحيح بس قاعد اقول لك هل تروح انا فهم عليه هل تروح بالبروفيتبليتي او تروح بالاسيت اه هل هي فير ان اختي تاخذ مبنى بعشرة مليون وانا اخذ بزنس قيمتين مليون متساوين بس لانا ارباحهم وهذا في جهد هذا مبنى قاعد يلقط ايجارات صح صح بس اقول لك هذا النقاش العقيم اللي ما لحل واذا ما فيه كومبرمايز من احد انا اعرف عوائل تموه عشر خمسة عشر سنة في المحل في عائلة في البحرين ممكن عشرين سنة ما خلصوا بعد ما الفاوندر راح بعد العشرين سنة ما نحل الموضوع في المحاكم يتداول بين قاضي وقاضي ما بحرام ازن هاشيه حرام هاي ليش اه انا دايما يعني انصح العوائل ان رتبوا اموركم والفاوندر موجود اسهل ليش لو واحد من الورثة ما عجب الوقت الاب لا كلمة عليه هو في حياته غير بكرة تقعد مع اخوك تقول له هاي كانت وصية ابو تقول لك انا ما اهمني روح تطلع ابوي من قبرات فاهمويا وين جيب هاي المقولة سمعتها انا انا سمعت في بعض العوائل اه واحد من الورثة يكون سنه صغير فييجي الكبير يقول انا عندي خمسة اولاد وعندي احفاد هذا ما عنده شي ليش يبغى يورث هالقد فعنده مقياس الورث غلط بالغلط ما بالشرع مع انه شرع جدا واضح واضح جدا بس هو يقول لك لا ما حيله تعطوه مبلغ بسيط يمشي حالة فيه هاي النقاشات اللي قاعدة يقول لك عقيمة وما لا حل هل فيه سكند راوند للوالد ولا خلاص بتوقف لا انا اكيد فيه سكند راوند مع الوالد بس انا الموضوع حساس هي بيني وبيني ليش انت اليوم كفاوندر ما تبت تحس ان انت راح الكنترول من عندكم الشركة وما تبت تحس ان شي انت بنيته خلاص راح تسلمه لغيرك هاي طبع فيه نكع انسان الكرسي احنا نسمي انا ما بايترك الكرسي يعني انا يوم سويت البروبوزل صار فيه شي ضريف فيه بعض الشركات يملكها معاي عمي مثل فساد تستي فهو كان لازم يحضر بعد الاجتماع فاستغربت من سؤال هو سأله للمدققين قال ليهم عملوا لي بروبوزل ان احنا كديركترز ما ننشال انا ضحكت ايضا قلت لابن عمي لا طالة ما احنا في هالكراسي ونعمل فلوس لانا حق نكون موجودين ما لي حق اقعد ادير شركة اذا انا رجالة خسر شركة انت لا تخلط بين الداركترشيب والاونرشيب والمانيجمنت فهي الاشكالات اللي تصير هذا موضوع حساس اللي اتقربت موضوع جدا حساس لان ليش يعني انت اليوم كمانيجينك داركتر تلبس قبعتين قبعت مالك قبعت اداري لازم تحاسب لما انت اداري كاداري ولما تكون انت كملاك تحاسب كمالك ما يصير تخلط بين دتين وتقول ترى لا انا لا تحاسبوني كاداري لان انا اعملك انا اللي حق الفيتو اطلع من الادارة اطلع من الادارة صح وهي العوائل اللي نجحت تفصل في هالامرين لا في ثرد جنريشن وشغالة والعوائل اللي ما قدرت تحسن فيه صارت فيها مشاكل ليش؟ لما انا اجي ابغى ابني دير بعدي وابغى بنتي تصير هنا وابغى ما هي شغالة بالجو اللي والله اليوم رطوبة بنحط فلان في المكان والله اليوم ما في مثدولوجي واضحة للسكسشن يا تحط مثدولوجي واضحة للسكسشن يا مشكلة عرضة تصير انت انزين انا انا فاميلي بيزمس اريد اسوي حوكم اله من وين ابدا ايبلي مذقق من شركات الاستشارة ويبدأ شغل ولا ايب محامي ولا لا هي احنا من شركات الاستشارية وجيب لي يعني انا انصح اي رائد عمل جيب لك يعني شركة استشارية متخصصة يعني كي بي ام جي ليش خالي نصحني بالبارتنر اللي عندهم هي عاملة لعائلتين او ثلاثة في البحرين فعندهم الخبرة عندهم الخبرة ولازم تكون ملمة بقانون الشركات انت قانون الشركات في البحرين يمكن يختلف عن الامارات يمكن يختلف عن السعودية يمكن يختلف عن اوروبا دايما الشركة اللي تختارها تأكد ان هي عاملة يعني عندها خيضة تجربة في البلد اللي انت فيه لانه راح يخضع على قوانين البلد راح يخضع على يعني الانفيرومنت اللي انت فيه اوكي شو اهم الشروط عشان تستوي الحوكمة هل مثلا خلنا نقول صاحب القرار مثلا مثل الوالد هو اللي يحدد نسبة توزيع الارباح ولا كيف يتم اصلا اوه هاي انا ما انصح الفامدرية يخلي فيه يخليها على شركات الاستشارة ايه شركات الاستشارة وبكون امين معك اليوم توزيع الارباح اه فيه فيه رولة في ثم يعني كل الوقت يقولك لا توزيع اكثر من خمسة وعشرين بالمئة بالمئة من نت رفع تبع الشركة عشان فيها استمرارية حبو الملاك يرفعوه اذا قدرة الشركة في سحب الكاش اذا خمسين ستين سبعين بالمئة والشركة ما فيها مشكلة يسحب ليش لا بس خل عندك ستاندرد ان انا اسحب خمسة وعشرين بالمئة احنا كثير من عقودنا في الشركات نحط 25% او سبجكتو بورد ابروفل ان الستاندرد خمسة وعشرين اذا حابين اكثر يكون فيه اتفاق اتفاق بين كل الملاك انه نرفع النسبة بين الكل حتى لو واحد طعن خلاص لو واحد طعن ليش لانه يجوز يضر يضرب ميزانية الشركة انت اليوم عندما تسحبها ارباح هي كاشف لو موجود راح تسحب انت سحبتها من الارن دي سحبتها يمكن من شي صحيح او سحبتها من يمكن اليوم تقول لا خل الشركة تقترض وانا بقى سحب سولتها انا بقى سحبها ارباحي بس خلها تقترض لا انت لا تقترض اليوم اليوم الانترستريت في اوج يعني الصعود وانت تبغي تقترض لا تقود تاني منها تقترض لا استخدم الكاشف لو للشركة الحوكة مهم شي بيطول عندنا وما نخلص منه بس بعد القروض موضوع مهم متى رائد العمال لازم يقترض وهذا ديبيت عقيم بس انا رحت دورة في هارفورد بيزنس سكول وبروفيسورة يعني كانت تقول debt is cheaper than equity دايمن ليش؟ وانا يعني من تجربتي شركاتي بحط رأس مال قوي واخد تمويل للتوسعة ليش؟ التمويل يعطيك مجال تغلط وتتنفس وتعيد جدولة انت لما تحرق ال capital كله وما يكون عندك سيولة جدا صعب احد يمولك بعدين اعتبرها مثل الامبرالة ما فهم تعيدها ان كيف ان احط capital واقترض عليه ايه احط capital واقترض عليه ليش؟ دايما اخلي عندي سيولة انا اليوم لو ما اخذ لو ما اقترض وتصر عندي اكسس سيولة لما احتاجها البنك دايما يعطيك الفلوس لما انت ما تحتاجها تروح لانت محتاج الفلوس يقول لك اوه انت وضعك تعبان زين فهي ليش انا يعني انصح رواد لها لا تقترض في البداية بس اذا حبيت تتوسع اقترض وعطى مشروعك ايه؟ واخد تمويل لان cost of capital عالي انت اليوم شنو مرادة في التمويل ايكوتي الايكوتي صحيح ايه فانت اليوم اذا تقدر تقترض وعنده قدرة تزديد اقترض ما هو عيب اليوم في دايما اسبوس بتاونا ما اخذين مثلا تمويل حق ووركين كابتل لذا ما ناخذ كاش نشتري كبسولات او نشتري روميتي ناخذ البنك شورتر ستة شهور ثلاثة شهور نسبة الفايدة كم؟ طبعا هاي اليوم احنا في وضع نسبة فايدة عالي بس كان يعني قبل سنتين او سنة تقريبا كان نسبة الفايدة خمسة ستة بالمية اليوم صارت عشرة واثنائش بالمية فاليوم لا تقريبا تقترض لونج ترم شهر تم لا قرض على ثلاثة شهور ستة شهور ووركين كابتل هذا لا شيء تسعة وثمانية بالمية فترة جدا بسيطة ومحافظ على سيولتك تخليها حق الرسكة وحق الأمور اللي ما تعرف شو بس طلع لك بضاء بضاء مع الاقتراب انا مع الاقتراب طبعا يعني لمساوء يعني الاقتراب اذا صار اكسسيف اشه معناته في ريشوز يعني للاقتراب انه انت اليوم لا تروح عشر مرات الكابتل بيس حاط مليون مقترض عشر لا انت اللي الدت اكوتي ريشو عندك فري هاي فري ريسكي انا مع الاقتراب مع الحيطة و for a purpose هاي مشكلة كثير يقعوا فيها شركات اعطيك مثال هم مثلا في مجال القهوة يجيهم صديق يقولون والله في مبنى جميل بعشر مليون دولار وانتو عندكم كاشورو شركاتكم شراكم ارتب لكم تمويل تاخدوه واستثمار فانت خديت من انكم ستريم شركة تمويل استثمار هذا ما هو اقتراض صحي صحي وانا شفتها في كثير يعني من الشركات ان الفاوندر صارت عندها سيولة زايدة ويقولك لو خدت وحطيتي هني وهني انزين انت ساحبة من سيولة الشركة اللي عندك الي يوم الايام بتحتاجها ما التزمت بالخمسة وعشرين بالمئة اللي تكلمت فيها من شوية بالضبط لا انت دا تبغى تستثمر شيل من ارباحك كل واستثمر لا تحطها على شيء يكون على قرض وباتشر بتتعثر فيه بتتعثر فيه ولو صار عندك مشكلة في الشركة اللي انت ما اعتمد عليها تمول القرض لا انت راح تروح في مشاكل مشروعك كله يروح كثير من المشاريع اللي في البنوك انا شفتها تروح في مشاكل الفاوندر جاديل غير النون كور بيزنس يعني هو بالقهوة جاري الاستيل هو بالقهوة جاه استثمار في بيزنس هو ما يفهم فيه وانا هاي يعني في بيبان تالنج عندي كثير تيجي استثمارات تك انا ما افهم في التك ما استثمر في التك شي ما افهم فيه ما استثمر فيه قاعدة هاي جدا بسيطة عندي ليش انت شو الفاليو اد مع الفاوندر لما بس تعطي فلوس ما في فاليو اد وين خبرتك وين اللي انت شارف الاسواق مثل ما قلت بالضبط كنت بس األك عن ان انت تنعرض لك او تشوف مشروعين الى ثلاثة في الشهر وتستثمر يعني في السنة كاملة في مشروع ومشروعين المشاريع اللي تنعرض لك وين تلقاها هوميونك انت تروح لهم للأمانة بعد برنامج بيبان كثير قاعدين يعني يتواصلون روحهم يتواصلون لانا يعني انا لما اكون في رادار الرواد العمان ولانه صرت بعد منتر يعني بدرب رواد العمان فصار لي يعني سمعة في السوق انه اذا في مشروع صناعي مروا على محمد يمكن تستفيدوا منه يا يستثمر يعطيكم خارطة طريق يعني وين لازم تروح في المشروع فالحين كثير من الاستثمارات جيني اورغانيك يعني بالايميل بالواتساب باللينكتين بال يعني السوشال ميديا انا انصدمت بقوتها يعني في اخر ثلاث اربع سنوات صار الاكسس للأنتربينور جدا سهل الاول تحتاج احد يعرف رقمي علشان يكلمني علشان احن جيني مسجات واتساب استاذ محمد خذيت رقمك من فلان وهاي وعندي فكرة باعرضها عليك وبسهولة فتليهون اذا حسيت ان الموضوع يستاهل فيديو كول ولا بيلسه معك بالضبط انا ما ارد رائد اعمل ما اردهم كل opportunity جيني اقول ابعتلي pitch deck ادرست وعندي لجنة مصغرة يعني بيني انا مدير المالي والوالد وفي المجموعة ندرس الموضوع او لا هل خطة التوسيع عندنا في المجموعة او لا اوكي شو اكثر صفة تهمك فرائد الاعمال عشان تستثمر فيه اوكي انا ما عندي صفة عندي parameters اربعة character كرائد اعمل انا لازم اكون ارتاح له يعني احس ان يتكلم معي بصدق يعني يكون يعني كيف نشرح لك احنا رائد رائد عمل رائد عمل تقدر تعرف انه لما يكلمك يكلمك مثل ما انا اقول لك يعني اشتغلت وانعصرت وفي حرقة في البزنس يعني عنده passion في المشروع فهي لازم استشفى منه لما اقعد معي يكلمني في المشروع ما يكون شي عابر يكون شي هو متمسك في عايش في ياكل يشرب في يعني يقول لك انا ها المشروع هو حياتك فانا لازم يعني اول شي رائد العمل نكون احنا معاه على ويان ثاني شي مشروع عايكون فيه خطة توسع خارج البلد هيدا انا ما اشوفها سيدا يعني المشروع سيدا عندي يعني بره حلس اكس بره اي ليش ترى هي مو مو احنا نحب العالمية لا دي رسكنج البروجيكت انا عندي لما مشروع يطلع بره اليوم صارت مشكلة في استراليا سوق الامريكي بومي صارت مشكلة بامريكا رح جنوبه صارت مشكلة بامريكا انت بأوروبا انت عندك لفرج يعني تحل مشاكلك اذا تتكون في اكبر عدد دول دول اذا الاقتصاد ارتفع ونزل هاي الذبذبات انت تقدر تكون بمنع عنها كل ما صار عندك تصدير فانا دائما عندي التصدير ايقد المشروع يونيك يعني اليوم يجيني مشروع يقول لي والله محمد انا ابغا اعمل مضلات يمكن في خمسين شركة مضلات في البحرين او ابغا اعمل ووردروبز في يمكن عشرين وثلاثين شركة مخازن ومطابق هاي تعمل فانا ادور المشروع اللي فيه يونيكنس انه يكون مميز لا يكون مشروع عادي ويعني طبعا اذا يكون عادي بس فيها يعني انتلكتشول بروبرتي اللي هو براءة اختراع او شي ننظر له يعني هيا انا عندي معدات طبية شركة معدات طبية فيها براءة اختراع براءة اختراع لمنتج يحمي البشرية من الكورونا ومن هاي ففيه هدف نبيل من المشروع فالفاوندر التقيت معاه المشروع بده بس في اوروبا يحتاجه يتوسع عالميا يونيك واخر شيء لازم يكون في ربح مجدي عندي هالأربعة البرمتر حتى في بيبان يجوكي سألو علىي اساست الزفر اقول له طبعا فيه برامتر اكثر بس انا اللي اركز عليها هالأربع والأربع توفرت الحين فترة التفاوض بس يعني السعر اللي بينحط مقابل النسبة وين اللمت مالك شوف هي كلها أرواهاي وأنا يعني لما أقعد مع رواد الأعمال أول خمس دقائق في الشو يلاحظوني أسألهم من وين جبت النسبة وعلى أساس جبت النسبة فأنا دايما رجل أروح للأرقام أبدي من الأرقام والأرقام أروح للنسب فإذا الأرقام ما لها للنسبة أعرف أنه يعني شاف الجو وقال والله أنا أبغى أعطيهم عشرة بالمئة اليوم أنت يعني أي رائد أعمل أبعى عائد على فلوسي في ماكسموم ثلاثة أربع سنوات إذا هو طالب نسبة خلي العائد أكثر من ثلاثة أربع سنوات سيدي أقول له يعني مو مناسب لي الرقم الذهبي عندي أنا إذا استثمر ثلاثة أربع سنوات ثلاثة أربع سنوات أرد فلوسي أرجع فلوسي هاي كريتيريا عندي أنا كمحمد يعني أنا في بالي يعني كنت أتوقع تقولي ما أأخذ أكثر من نسبة معينة عشان أحافظ على مثلا شغفة على المشروع ما أأخذ النسبة كبيرة أنا بعد ما أأخذ النسبة يعني أنا ما أحب أدخل في مشروع أأخذ في 40% 50% أنا حطيت عمرك أنت مسؤول على المشروع بالضبط لأنه أنا ما أأخذ مسؤولية المشروع أنا أخذ 10-15-20% أنا للأمانة حلمي يكون عندي ألف مشروع عملك فيه 10% بس كل مشروع للمستي فيه يعني إذا ترجع للمشاريع اللي أنا دخلت فيها في الألمنيوم للمسة المكاين والتوسعات في الماء للمسة التوسعات في القهوة للمسة التوسع في المعدات الطبية للمسة التوسع فأنا يعني دائما أدخل في مشاريع أنا أقدر أثر المشروع هل تفكر تشتغل على شيء غير عن التوسع تطور في نفسك؟ أنا دخلت منظمة رواد الأعمال الإي أو فيه واي بي أو اللي هو رواد الأعمال بريزيدنس كلاب اللي هما فوق الخمسة مليون دولار أنا ألجب أن أكون في المنظمة الأكبر بس أنا ليش في الإي أو اللي هو المليون دولار لأن الشغف اللي فيني هو التعليم والأنتربينورز أورجنزيشن منظمة رواد الأعمال العالمية اتركز على self development فأنا اليوم ما هقدر أكون اللي تشوفه اللي ما أقعد داما أطور لحالي كل يوم وأنا في نفس الوقت منتر في المنظمة للمنتيز الرواد اللي أقل من مليون دولار كل رائد عمل أتعلم منه شاب أنا ليش أدرب رواد الأعمال؟ عندي خبرات معينة وهما عندهم بزنز معين البزنز ما لهم يعلمك أنت بالضب دائما يقولون لي أنت ليش عندك وقتهم هو مو فاهمين أن أنا مثلا اليوم ممركز في مجال الصناعة عندي تحتي الحين مطاعم ملابس دكتورة يعني عيادة تيك بزنز مثل الانترتينر أي كلهم تحتي أنا منبهر كثير لما أقعد معهم وأسمع قصصهم ومشاكلهم وكيف طلع من هالمشكلة لأنه أنت اليوم هذه هي تدفع عليها فلوس حك تروح حك تروح تاخذ فيها كورس في هارفورد لندن سكولة بزنز انت خليتها بملكية بملكية والفاهمدر اللي في البزنز يقول لك محمد تعال أنقذني وأنت تقول لها تعال أعلمني هو يراك أنه أنت المنقذ من الخبرة يقولك عندك ثلاثة عجزة أنا خبرة في الموضوع أكيد بتساعدني هو اللي ما يعرف أنه هو ترقع يساعدني أفهم بزنز التك أنا ما أفهم في التك لا أفهم في التك ولا أفهم في العيادات ولا أفهم في المطاعم ولكن أنا قاعد أتعلم معهم وسوقه يعني ما في شي صعب ما في شي صعب أنك أنت تنعرض لك المشكلة تفكر بها أتكيد بتطلع بحلول والخبرة توني كنت بأقول لك بالذات إذا عندك خبرة أنت أكيد مرة عليك هالمشاكل بقالب آخر بالضبط بالضبط فأنا هاي ليش يعني أحب أكون يعني منتر في البرامج وفي بيبان لأن أنا أفيد واستفيد أنت تكلمت في نقطة أنا ما أعرف هل هي مليون دولار وخمسة مليون دولار ومنظمة رواد الأعمال العالمية ممكن تشرح لي عنها أكثر في منظمة رواد الأعمال العالمية تسمها The Entrepreneurs Organization وين مقرها؟ مقرها بأمريكا بس هي موجودة في تقريبا 124 دولة في العالم فيها فوق 300 ألف رائد عمل كلهم يشتركون في شي واحد أنهم فوق المليون دولار Turnover الالجيبالي أن تدخل المنظمة تكون فوق المليون دولار بدخلها علشان شوه؟ تدخلها connections يعني؟ هي connections هي learning هي يعني الجرني فيها رائع فيها مسارات كثيرة تبغى connections موجود portal تدخل والله اليوم أنا في القهوة موزعيني اللي في عمان رائد عمل منظمة رواد العمان وفي السعودية موزعنا اليوم من منظمة رواد العمان في portal تدخل تقول وتنزل الpost اللي تباه ولا الpost EO Saudi Arabia رياض FNB يقول لك هاي الأشخاص في الـ FNB قال له فلان أنا محمد العادي من البحرين من EO بحرين شونك شيخ بارك أنا جاء رياض بقابلة أقابلة والله يقول له عندي منتجات هلقوها شراك فيك أو والله أنا أشتغل في هالمجال أو أنا أعرف أحد اللي يشتغل في هالمجال فهو الـ Networking اللي فيه هذا جانب الله دينا على استراتيستك وبيتش اللي هو الـ Data أهمية الـ Data الجانب الثاني Learning الـ EO المنظمة موقعة مع MIT مع Harvard Business School London Business School Wharton ست إنسياد يعني في فرنسا ستة أو سبع أكبر جامعات بزنس في العالم الـ Executive Programs للـ Public 150 ألف دولار 100 ألف دولار أحنا ندفع فيهم 5000 دولار ناقض نفس الكورس طبعا Compressed يعني هما الكورس عندهم شهر أحنا في ثلاثة أيام يدرسون اللي يدرس الطالب أو الفاوندر في شهر واحد ويحافظ لك على وقت قد شريب بالضابط وإنت you get access لهالي بروفيسورز اللي اليوم ليندا أبل جيت في هارفور لو أنت توقعها تيجي سبيكر ما بتجي بقل بخمسين ألف لمية ألف دولار اليوم أنا جيني دافع ألف ألفين عشان أحضر محاضرة بمحاضرات في الكامبس لثلاثة أيام وتعطيك نفس الكورس متيريلي اللي تعطيه للـ Executive Program هاي بات فعدنا باتس في المنظمة يعني أنت جاي للـ Networking موجود جاي للـ Learning موجود جاي لـ self development عندنا برنامج في المنظمة أنت سألتني قبل لها جهل أنت أوكي في الكاميرا جزء من البرامج self development كيف تصير متحدث كيف تصير كاتب كيف تصير وعندها approach لكاريكلم تعرف مين المؤسس للمنظمة فيرني هارنش فيرني هارنش هو كاتب كتاب scale up كتاب scale up هو لرواد الأعمال كيف يقدر يعني يكبر شركته فيرني هارنش قصة المنظمة بعد جدا جميلة هما ثلاثة برني هارنش وأصدقاء اثنين وكانوا يتعشون ليلة من الليالي يوم ثاني واحد من أصدقاء اللي كانت تعشى معاهم الاثنين واحد منهم امتحر فهما قاعدوا مع بعض قالوا احنا كيف كنا قاعدين معا أمس ومو حاسين فيه وهما كلهم روادع فقاعد مع صاحبة قالوا تدري أنا أظن أننا لازم نسولنا منظمة ونجيب فيها رواد العمان عشان يفضفض عشان يفضفض وما يصير عندنا اللي صار فاحنا جزء الثرد يعني شرحت لك الباث الأول الباث الثالث يكون في شابتر في البحرين احنا مثلا اي او بحرين في اي او دبي و اي او بظبي في الامارات اي او البحرين فيه خمسين منبر الخمسين منبر هذيلي كل عشرة يكونون في جروب واحد وهذيلي يتمون في بعض لطالما انت مسجل في المنظمة يتم معاهم مدى الحياة هاي جروبك اللي هما board of directors مالك انت كيف يختارونهم انا مثلا في الصناعة الجروب اللي عندي واحدة في التدريس وواحدة في البيوتي بزنس نكون في بزنس تختلف عن بعض ونكون board مصغر نجتمع مرة في الشهر نناقش اشياءنا الشخصية اشياءنا العملية واشياءنا يعني يعني four squadrons عندنا self business و family و community الاربعة شو اللي صار عندنا في هالشهر في هالاربعة شو لما نقعد مع بعض والله انا هالشهر مثلا صادني خلاف مع الوالد واجي في الميتنج الشهر اللي عندي وقلوا والله الماينس ما قدرت مثلا اقنع الوالد في family governance period في discussion يصير اطلب من الرواد اللي معا افكار هل مروا بنفس التجربة او مماثلة ويقول مثلا واحد من البورد يقول والله انا لما انا عملت قناعة الوالد بهالطريقة هالطريقة فاحنا نصير سلف ليرنرز لبعض حكم ان احنا الرواد اللي يمر عليه يمر عليه كل رائد في الهند فهي الحلو اللي في المنظمة وانت يعني مشترك بشكل مستمر معهم سبع سنوات اجتماعات شهرية ولا الاجتماعات شهرية وبعد عندنا يعني ما شرحت لك بعد عندنا شهري كل مسؤول عن يعني نجيب من بره عندنا هي المنظمة من نفسهم يعني ندفع سبسكريبشن سنوي مبالغ رمزية 2500 دولار سنويا لكل منبر تخيل انت 50 منبر في 2500 دولار صار لك مبلغ هذا المبلغ ينعطى للمنظمة علشان ترى تبلك سبيكر شهري تقدر يجيب لك سبيكر يعني من اوروبا من امريكا في اي سبجكت انت تبغى والبورد يتغير سنويا فكل سنة في بورد جديد عنده برنامج للشابتر فانا كنت في البورد سنتين تقريبا كنت مسؤول عن strategic alliance مثلا جزء من الشغل اللي كان عندي مثلا اعمل شراكات مع منظمات ثانية مثلا بيبان صندوق الامل اكسلريتر تنمو يعطونا اكسس لمقراتهم ونعطيهم اكسس للرنينج تبعنا بعض من اللي انا منتر فيه ناخذ رواد اعمال من الاكسلريتر اللي عندهم ونصير احنا منترز عليهم ففي كروس سيلنج للمنظمة مع الايكو سيستم في الانتر ويد حل بصراحة انتو تقدون مرحلة بناء الشركات او بناء الشركات الناشئة في البحرين في البحرين احنا عندنا خبر نزل في الجريدة انا خمسين منبر نوظف ثلاث تلاف ومائتين موظف الترنوفر تبع الخمسين تقريبا مائتين وخمسين مليون دولار رقم يعني من المنبرز اللي عندنا من عوائل كبيرة وعندهم بيزنزات كثيرة ويعني تستغرب وكذا موجود بالشابتر بالامارات والشابتر بالسعودية فالمنظمة جدا قوية في الاتراكشن وفي استقطاب رواد العمال في المنطقة وين أفضل تمثيل للمنظمة في الشرق الأوصل في الهند في الهند أقوى في آسيا موجود في الهند وفي الخليج اللي في الخليج أقوى أقدر أقول لك يعني من أقوى الشابتر الإمارات الإمارات أقوى عندهم مئة وخمسين ممبر قوي قوي جدا أنا حضرت للمنظمة في الإمارات المنظمة عددها قوي وبجت مالها قوي تعرف لما عندك مئة وخمسين ممبر كلهم يدفعون الفين وخمسمية دولار لا هنا عندهم الفيز أكثر ممكن ثلاثة آلاف وشي فعندهم بجت للإيفنت وللليرنين وللبرامج كبير برجعك أنا أسأل أسئلة بالمعتاد لما لما توظف شو يهمك هل تدخل في مرحلة التوظيف أصلا سابقا كنت يعني طبعا لما أكون مدير عام أوظف أوكي ويعني شو نقاط اللي تهمك موظف موظف أنا دايما عندي الأمانة أهم شي أنا ملازم أن الموظف عندي يكون ذكي ويكون مولم بالشغل أهم شي هو جاي يبغى يشتغل ويكون أمين لأن هي خصلة إذا ما هي موجودة في الموظف صعب أن تقدر تخليه ليش ما تقر تخلي عندك موظف كذب ما تقر تخلي عندك موظف سارق ما تقر فالأمانة هي بيس ما أقدر أنا أساوم عليه ويأي موظف كيف تستشفها في المقابلة جدا بسيط في الأسئلة أنا أروح للسي في وأسأل عن سبب تخارج يعني هو اشتغل مثلا في خمس شركات في آخر عشر سنوات دائما أسأله في هاي الشركة ليش طلع والبحرين صغيرة إذا مو في البحرين حتى بره أسأل ليش طلع والله يقول أنا ما عجبني مديري أو ما فيه يعني سلسلة أسئلة تسألها لما تتبعها تقدر تعرف إنه هو صادق والله لا وقليل اللي يدخلوا في هالأسئلة ويالفان دائما يسألوا اش سويت عندهم ها مو مهم اش سويت ليش طلعت هالسؤال اللي هو لازم يجابك ويكون أيمين فيه وتتأكد من خلال التواصل مع صحيح تتأكد تتصل في الشركة تقول لهم شون كان هالموظف يقول لك والله جدا سيء أو طردنا أو كان عندنا سارق أو كان مشكلة فهي يعني ما يطرقون لها الناس لأنهما دائما في الانتروي يبغي يعطني قدراتك وهو يقعد يجي يفت العضلات يقول والله أنا كويس في الديتا أنا أنا مو أنت تبع تعرف لدروباك في الموظف أكثر من يعني أنت لو طلع هو موظف جدا ممتاز وما رح تزعل بس لما طلع موظف سيء ستقول ليش ما ليش ما سوي محور مهم كيفك مع السيارات الكلاسيكية والله أنا جمع السيارات الكلاسيكية من متى بديت فيه من رجعت من أمريكا ليش الكلاسيك يعني أنا كمحمد يعني ربيت في التسعين كنا أطفال نحط سيارات معينة عندنا في الوردروب نقول يعني أنا لما أكبر أبو كن عندي السيارة ولما أكبر كن عندي السيارة فصار عندنا شغف في السيارات من يوم كنا صغار بس ما يعني كبرنا وما صار عندنا لا الوقت ولا المالية هي ولا مالية أصلا لكن أنا يعني كمحمد أحب أخلي سيارات قديمة وأعمل لهم رستوريشن ليش يعني مثلا عندي سيارة من أيام الجامعة ليش أذكر فيها الجامعة أحب لانسر الأفلوشن الرالي كار لأن أنا كنت أحب أطالع أفلام جاكي تان وكل أفلام جاكي تان سابقا كان يمشي فلما كنت صغير أقول أنا لما أكبر أبشتره سارة فأنا عندي دائماً كل سيارة عندي تعلق فيها خذيت لي M5 قار عادي لأن البي ام دوليو قال لما السيارات يحين تيجي قار عادي فكل سيارة أخذتها عندي قصة معاها وعندي ليش اشتريتها وليش حبيت السيارة وين تحطنهم البيت البيت الوالد أنا ما عندي يعني كفاية وكلهم خزنهم عندي الوالد محمد طبعت اللي قال واحد من المستثمرين اللي طلع بإكزيت عالي قال أنا قبل هذا الإكزيت وعنده استثمارات وانت الحين تتكلم عن مشاريع واستثمارات هني وهني بس استشف عندك أن في بعض المواقف ما عندي فلوس كيف كيف أقول لك كيف مثل ما يقولون تسدد وتقارب كيف أنت تأمن مستقبلك بالسيفين وبالاستثمارات المستقرة وبين الاستثمار الجريء هذا اللي قاعد تمارسه الحين شوف احنا يعني ليش قلت لك احنا نستثمر في مشروع واحد احنا عدنا ارباح معينة نسحبها سنويا من كلا الشركات هذا الرقم الـ 25% من الـ 25% في مبلغ معين أن أعطى لي أنا يقول لي محمد هذا روح استثمر فيه في اللي تبقى ما بندخل حقك فهذا هو المبلغ اللي أنا لما ادخل البرامج وهيقول والله أنا السنة عندي هل قد بجيت وأقدر استثمر في واحد اثنين ثلاثة فهي يعني عملية رقمية بحتة ما هي لكيف والله السنة والله أنا شفت المشروع وهالمشروع أنا عندي مبالغ محددة من أرباح المجموعة أقدر أسحبها ليش لأن أنا ما أسحب كل أرباح شركاتي وأستثمرها في أشياء ثانية لا مثلا عدنا شركة عقارية اللي هي باك مون شركاتنا كلها لا احنا فلوس العقارية نستثمرها في العقارية وفلوس مصنع الماء تستثمر في الماء وفلوس إلا إذا ساحبين أرباح مو محتاجين نستثمر وهو جدا صعب لأن في الصناعة أعطيك مثال يعني اليوم احنا سونا مصنع قهوة في البحرين أنا أرى في كم سنة راح نسوي مصنع في السعودية يمكن نحتاج نسوي مصنع في المناطق مع أنت محتاج فايننس محتاج فاليوم أنا إذا عندي سيولة في الشركة هلأ اقترض اليوم اليوم لو محتاج أنا سيولة أروح أقترض لا أقترض استخدم السيولة اللي عندي اليوم نوتو قد تقترض عشان النهل هذا مختفع لكن تقول لي عقب كم سنة إذا نزلت الفوائد وهي اقترض هي اقترض بس اليوم نوتو قد تاني لو ما عندك سيولة في الشركة موجودة ساحبنا وحطنا مشروع ثاني مشكلة فأنا دايما عندي رقم من المدير المالي يقول لي محمد عندك هاي تستفر لا تجي تطلب مني زيان طبعا أنا دايما أحاول ألتزم فيه بس صعب جدا لأنا دايما جينا مشاريع فرص يلا وأقول للمدير المالي يعني أمن لي هالمبلغ زيادة هني أمن لي هاي هني وقول لي محمد يعني حاول تلتزم لديمومة المجموعة إنه ما تشتت ماليتك ولا تشتت حالك هو يقول لي أنت شخص عندك مجموعة تديرها كل مشروع جديد رح يأخذ من وقتك ولأن أنت ما تملك فيه كمالك نسبة كبيرة أنت الشركات اللي هي طلع لك أكثر ماليتك ما تعطيها وقتك وقاعدت تستثمر في شركات غيرك معنات الموضوع هو passion شغف عندك فيه أكثر من أنك طمعان فيه طمعان صحيح وأنا يعني أعتبر من المحظوظين اللي يعني أقدر أسوي هاي شي واعتبر challenge لأن أنا أخذ مشروع وأطلع فيه برا يعني كل مشروع مثل ما قلت لك الparameters اللي عندي واحد منهم أنه يطلع برا وهي قوتي أنه يجيني مشروع موجود بس في البحرين أو في الخليج ويقول والله برح أرب برح أمريكا برح أستراليا أبابع في الهند هاي دول أنا بتلفون أنزل فيها أسأل والله أنا في المجال اللي فلاني أعرف أكبر خمسة أو ستة التجار يتلفون وحي يطلعون لي ألو الله يعطيك العافية الله عافية شكر لك على وقتك شرفنا بالقاعدة معنا شكرا للناس اللي توصل لنهاية الحلقة شكرا لنشركم هذا المحتوى شكرا لتفاعلكم شكرا لملاحظاتكم القيمة يسعدني أن أسمعها بصد الرحب سواء كانت مدح أو انتقاد بناء إن شاء الله كذلك لا تبخلون علينا إذا بي ضيف ترون أنه عنده قصة ملهمة في مشاركته على حسابي في لينكدن أو عبر isp.trinspodcast.com شكرا